البداية في كلام على الاوليكترونيك سيركيط هو الكلام على الالكترونيك كومبوننط الالكترونيك كومبوننط الديفنيشن بتاعهم هو أنها أي ديفايس بتتعمل هندلينج للإلكتريسيتي يعني هي بتتعامل مع الالكترونيك والالكترونيك كومبوننط أشكال مختلفة من الاختارات ويقاموا حاجات مختلفة ما بينما يعمل مختلفات الرائحة أبدا المقادمين يعني ممكن نفس المكون هو يستعمل مختلفات مختلفات حسب مختلفات مختلفة الطبعا الاوليكترويك سيركيتس الكبيرة تستعمل انواع مختلفة من الكمبوننت عشان في الاخر الانتجريشن بتاع هذه الفونشن الدات كلها هي اللي بدنينا في الاخر فونشن الأساسية بتاعت الإلكترويكيب ممكن نقسم الإلكترويكو بلنوعين يأما Passive Components يأما Active Components ال Passive Components عموما بيعملوا Contribution لNO Power Gain يعني مبيعملوش Amplification للحاجه اللي دخلها لهم يعني بنكلم عن ان الباور اللي دخلها لهم بتبقى اكيد اكبر منه او تساوي الباور للي خارجه وممكن هي بنكلم على ان مفيهاش Control Action يعني ايه مفيهاش Control Action يعني هي نفسها بتتصرف بنفس الشكل منا اقدرش ان احنا يتحكم هي بتتصرف ازاي يعني بنفس الاكشن بتاعها ده ما بيتغيرش لو حطتها في اي دايرة ما بيقاش في اي اختلاف في الكاركتوريستيكس بعيثها وما بتحتاجش اي اي امبوت اثر دان دا سيجنال تو پيرفورمتس فونكشن يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا انا بديخلها تو سيجنال واحدة كنترول واحدة سيجنال لا هي سيجنال بس بنسبة الاكتف كونبوننس لا بيبقى عندنا ممكن يبقى فيها عندنا كنترول يعني يقدر نحنا كنترول الاكشن بتاعها بيتصرف ازاي وممكن تعمل سويتشنج اكشن في السيركت يعني ممكن تغيير لنا الطريقة للسيركت بتاعتنا بتاتصرف يعني نغير مثلا من طريقة يعني باسلوب مسلا مهزة كاركتوريستيكس معينة لكاركتوريستيكس ثانية حسب الكنترول بتاعي وممكن نامبي from afi او انتربريت اي سيجنال يعني ممكن احنا نكبر بيها سيجنال دخلالنا او ممكن نعمل لها نوع من انواع نحن نعمل نتصرف مثلا فيها بشكل معين او نفهم السيجنال داخل دي ان هي مقصود ان الكاراكتوريستيك سبقى حاجة معينة او حاجة تانية طبعا المثال الواضح على الاكتف كمبوننس هو الانتجريتر تيركيتس المثال الواضح على الاسيف كمبوننس هو الديسكريت كمبوننس داي الريزيستورز والكاباسيتورز والاندكتورز حاجات دي كلها لما نيجي نتكلم بقى على التصنيف تاني ممكن نتكلم على ان احنا ممكن نصنف الكمبوننس دي ان هي اما ديسكريت يا اما انتجريت سوركتس لما بنتكلم على الكمبوننس هي نفسها بتبقى باكتجد with one or two functional elements بنسميها ديسكريت كمبوننس لما بنتكلم مثلا على الريزيستورز الريزيستورز دي اللي بصينا على الريزيستورز نفسه دي عبارة عن حاجة مستقلة في باكتج مستقلة لوحديها هي الحاجة اللي جواها بتبقى عبارة عن resistance بس نفس الكلام بنسبة الاندكتورز نفس الكلام بنسبة الكاباسيتورز لما يكون الباكتج نفسها فيها مكون واحد بس بتكلم منها ديسكريت كمبوننس لما بتكلم بقى على الانتجريت سوركتس بتكلم على combination of several interconnected discreet components packaged in a single case to perform multiple functions بتكلم مثلا على المايكروبروسيسورز بيكلم على الأوب أمس دي عبارة عن باكتج واحدة فيها ممكن يبقى مئات أو آلاف من الديسكريت كمبوننس علشان في الاخر يعملوا الفونكشن الاساسية بتاعتهم فالانتجريتد سيركيت هي عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الانتجريت كومبوننت كلهم محطوطين في نفس الباكتج طبعا المعظم الاحيان احنا بتعامل مع انتجريتد سيركيت دلوقتي بقى صعب الوقتي نحنا لبني دوار بتاعتنا من حاجات سغيرة وطبعا بيبقى في عندنا بعض الحاجات الخارجية طبعا زي الانتجريتورز يعني لازم دايما بيبقى في حاجات زي كده برا بس دلوقتي بقى حجمها في السيركيت بق يقلب كتير جدا من زمان زمان كان كل حاجة بتتبني ديسكريت كومبوننت الوقتي بقى مورو لس كل الحاجات بتتبني في انتجريتد سيركيتس لما نيجي نبص بقى على الكمبوننت نفسها بتتوصل ازاي بالدايرة او تحط زي على البرينتد سيركيت بولز اللي احنا في الاخر بنحط عليها كل المكونات بتاعتنا بنلاقي ان هي الليد بتاعتها ممكن يبقى لها نوعين الليد هي عبارة عن الرجلين بتاعت الاي سي او رجلين بتاعت الكمبوننت نفسها زي ما احنا شايفين كده ممكن يبقى لها شكلين اساسيين جدا يقيم ما حاجة بنسميها ثرو هول كومبوننت يعني الشكل بتاعتها بيبقى عبارة عن الليد بتاعتها كده بتخش جوه الانتجريتد سيرك او جوه البي سي بي وتطلع من ناحية التانية يعني بيبقى فيها عندي فتحة هنا كده بنحط فيها الرجل بتاعت المكون ونلحم بعد كده عليها يقيمة بيقف around uma função اسمها surface mounted components surface mounted components souff're mounted components مع emotion وانا كده بنكلم عنها محطوطة من surface واحد بس مش محتاج ان هي تبقى داخلها من جوه well represented circuit board وطلع من ناحية التانية لا ده هي بتطلحم على جنب واحد من جوانب الeh Wellington circuit board Sylva Diaries طبعا بنكلم على ان المرارية الان كانت معارضة بالدوائر كان بيشك كده ذلك يعني كان زمانك اسهل لنا واننا نعمل يعني تبقى سينجل لير او يعني دو سايد او يعني حاجات في الاخر بتبقى سهل فعلا ان انا فعندي فتحات بالشكل ده والحم المكونات عليها في المكان ده كده بتبقى شكلاوية ملحومة بالشكل ده كده لما ابتدت الدواير بقى تكبر وملتي لاير بي سي بي بقى تبقى موجودة بقى صعب جدا ان احنا نفتح فتحة لان هنا في الكروس سكشن بتاع البرينتر سيركوت بورد نفسها بقى فيه لايرز كتيرة والليارز فيها تراكس ماشية وبقى صعب ان انا اخد فتحة كده تبقى ماشية في كل الليرز وبتاع بتاع ادل شوية الديزاين بتاع البرينتر سيركوت بورد فبقى اسهل كتير ان انا احط المكون بتاعها على جنب واحد ويبقى ملحوم في الجنب ده وخلاص معظم الدواير الجديدة الحقيقة هنلاقيها surface mounted يعني بقى ناديرا دلوقتي ما بنشوف دواير يبقى فيها through hole solder components او يعني الشكل ده ما بقاش كتير اوي بس ده الشكل المعتاد اللي احنا لما حد فينا مثلا بيجي يعمل مشروع تخرج ولا حاجة بيبطر ان هو يستعمل حاجة زي كلا ان هي اسهله بس الحقيقة ان دلوقتي في الاندستري هتلاقي ان انت صعب ان كنت تستعمل حاجات through hole فبقى surface mounted هو more common يعني في الدواير اللي موجودة حاليا component leads برضو ممكن يبقى لها اشكال مختلفة طبعا هي بنقسم طبعا ان هما يعمى through hole يعمى surface mounted بس يعني عمتا ممكن يبقى نفس الحاجات دي لها اشكال مختلفة كمان فممكن يبقى عندنا components وحاجة بيسميها axial leads يعني lead يبقى عن حاجة كده ماشية في ال access بتاع component نفسها زي resistors لما نجيب resistors كده بتلاقي ان بتاعتها بتبقى نفس ال access اكناها بتتمثلين ال access بتاع component ده الشكل بتاع axial leads ممكن نكلم على حاجة لها radial leads راديال leads بنكلم على حاجة بتبقى المكونات بتاعتها بيبقى الرجلين بتاعتها كده بيبقى الرجلين بتاعتها في اتجاه radius يعني شفنا مكونات برضو شكلها عامل كده بتبقى radius بده ما هي الرجل طلع من من center كده هده لقد طلع من الجنب هنا كده بحيس انها تتلحم عليها ممكن يبقى في حاجة اسمها single in line package بيبقى عبارة عن مجموعة رجلين مع بعض كده in line يعني مجموعة يعني اللي هي ال leads بتاعيتها بتبقى كلها عاملة single line او ممكن تبقى دي وال in line package بيبقى عبارة عن two leads يعني two sets of leads كده كل واحدة عاملة line طبعا الاسم ال package دي طبعا مهمة جدا لان احنا وحنا من order components مثلا لو حد داخل على سايت في الانترنت بيحاول order components هنلاقي different characteristics او different packages موجودين لازم يكون فاهمين الكلام ده معناه ايه عشان نقدر نطلب الحاجة ازا صح لو انا عايز استعمل حاجة هتركب مسلا في ال breadboard يبقى لازم استعمل حاجة بالشكل دا كده او حاجة بالشكل دا كده او حاجة بالشكل دا كده ننفعش استعمل حاجات اللي بتبقى surface mounted مع ال breadboard لو انا عايز اعمل prototyping فده دي وال in line package هنلاقي معظم الاي سيزا احنا مستعملها في المعامل بتاعت الكليات هنلاقي انها بتبقى فعلا بتبقى دي وال in line package ممكن يبقى عندنا حاجة اسمها pin grid array او حاجة اسمها ball grid array دول عبارة عن ان بيبقى في عندي array كده ما بقاش بقى يعني عندي حاجتين كده بس وخلاص two lines كده بقى في عندنا مكونات فيها عدد كبير جدا 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 من الليز فبيبقى صعب ان انا نحطها بالشكل دا كده كل مكون كده يبقى شكله او حاجمه كبير قوي كده نحطها في array كده بالشكل دا كده ممكن يبقى عبارة عن pins كده معمولة بالشكل دا كده او ممكن تبقى عبارة عن كورة نص كورة كده ودي تبقى surface mounted بقى يعني دي كده بتخش جوة printed circuit board لا دي بقى ممكن احنا هنتكلم منها تبقى ايه بتتلاهم على surface بدلا ما يبقى فيه الشكل بتاعي حاجة شكلها pin كده لا بيبقى عندي عبارة عن نص كورة ونص كورة دي تتلاحم على surface بتاع الايه بتاع printed circuit board وفي عندنا حاجات بنسميها leadless components leadless components معاناها components ما لهاش leads يعني leadless نفسها لزقة في surface بتاع المكون نفسه دي بتستعمل طبعا في surface mounted soldering يعني هي نفس الحتة دي كده هي نفسها بتبقى metallic بحيث ان انا اقدر ارحم عليها بالظبط يعني بتتحطها على surface وتتلاحم على المكان اللي تحتيها في printed circuit board ك surface mounted component طبعا زي ما احنا شايفين المجموعة الباكيجز دي كلها تعتبر كلها through hole الباكيجز اللي زي كده اللي هي leadless او bulk grid array تعتبر يعني تعتبر مناسبة لل surface mounted soldering ممكن يبقى في عندنا بعض المكونات لها polarity وطبعا مهم جدا احنا ناخد ال polarity دي الحقيقة في الاعتبار واحنا بنلحم فباسيك لازم كل واحدة من leadless تبقى marked with positive او negative polarity علشان تبقى معروفة واحنا بنلحمها دي عاملة ازاي فبنلاقي ان احنا يعني مثلا في بعض المكونات مثلا بلاقي عندنا هنا في positive موجودة فتبقى معروفة ان دي ال positive ممكن يبقى مكتوب positive negative action يعني هنا مكتوب مثلا negative يبقى معروف ده ال negative ده ال direction ده ال negative يبقى معروف ده ال direction ده ال negative بيتكلم مثلا على بعض الحاجات ال diodes مثلا لاني في عندنا هنا شرطة هنا كده بتقول لان ده الجزء ال negative بتاع ال diodes وكي احنا احنا عارفين بشكل مسلس وشرطة الشرطة هنا بتبقى ببين لنا الجزء ال negative betاع ال diodes ده فين هو ال negative side بتاعنا فين نفس الكلام هنا بردو بنفس الشكل هو لوما يكون عندنا برضو حاجة كبيرة شوية بيلاقي برضو الشرطة اللي هي الكبيرة الموجودة دي بتبين لنا برضو المكان بتاع ال negative side فين فعنا تمت لازم نحطوهم في البورد بتاعتنا في الوريانتيشن لو احنا فشلنا ان احنا نعمل كده يا اما ان الدايرة مش هتشتغل يا اما ان ممكن يحصل خطورة ان المسلا حاجة زي كافاستورز بسلا ممكن تفرقع اكشولي يعني ممكن انها تلاقي ان بعد شوية ممكن تكون يعني تعمل صوت عالي ان هي كنها فرقعت فعلا لو كانت الكتروليتيك كافاستورز يعني فالنقطة ان احنا لازم ناخد بالنا كويس قوي من موضوع ده علشان ما نسببش مشكلة للدايرة بتاعتها طبعا مشكلة بانش بس ان هي دايرة ما تشتغلش ممكن اكشل لو حاجة زي الكتروليتيك كافاستورز فرقع ممكن اكشل يباوز دايرة كلها يعني ممكن تبقى فيها مشكلة ممكن تبقى فيها خطورة بعض الاحيان لو حد كان موجود جنبها وهي بيحصل فيها الكلام فطبعا لازم نخلي بالنا من البولاريتي بتاعت الكمبوننت وخاصة الايلكتوريتيك كافاستورز او هذا الدائجرام دوت عبارة عن مجمونات تقريبا من المكونات اللي عندنا والوصلات بتاعتها وصلة ببعضيها ازاي علشان لو انا حبيت ان انا نفذ الدائرة دي قدر ننفذها يعني كل واحد فينا لما بيجيب دائرة من على الانترنت او دائرة من على كت مسلا معينة فيها مجموعة مكونات مثلا بتجمع مع بعضيها بشكل معين بشكل معين بتاعها ده هو اللي بيقول لي زي ركبها فطبعا الاشكال بتاعت المكونات نفسها دي بتبقى معمولة بطريقة عشان اي حد يبصها على الدايرة يقدر ان هو يشوفها وطبعا يمكن اشهر واحد من الستاندرز الموجودة هي اللي سان بتاع الاي تريبل اي ده واحد من حاجات انا حدثت على الويب سايت حقيقة عشان الناس تبص عليها فيعني ده عبارة عن الشكل بتاع الريزيسور يبقى معمولي ازاي شكل بتاع الاندكتور يبقى معمولي ازاي وكذا لو كان في عندي حاجة فاريبل مثلا بيبقى شكلها عامل ازاي لو كان عندي سويتش الحاجات دي كلها عندي فيوز كل حاجة بقى لها سيمبل محدد وازن نبقى عارفينه علشان نقدر نرى الدايرة بشكل مظبوط الحاجة اللي ملهاش سيمبل او ما هياش محددة قوي هي الانتجريتد سيركيتس الحقيقة لان هي بتبقى عبارة عن يعني بلوك كده بيبقى له مجموعة رجلين وبيعمل فانكشن مؤينة والفانكشن دي بتختلف الانتجريتد سيركيت تانية فملهاش شكل محدد في الدواير غاليا بتحط بلوك ولو مجموعة رجلين محطوطها بالأبنور ترقامه وخلاص ما بيقاش لها سيمبل محدد فعمتا دي بدأ نبقى نبقى عارفين بقى ان المكون دوت هو اسمه ايه او عارفين ان شكله عامل ازاي وبنبص على برضو طريقة الترقيم بتاعت الرجلين بتاعته علشان بعد كده نقدر ان احنا نركب ده بشكل سليم فناخد في اعتبارنا بس الموضوع الانتجريتد سيركيت ان ما لهاش ستاندرد سيمبل موجود في الاسكماتيك دياجرامز هبتدي اول مكون بقى ناخده بتفاصيل شوية هو الريزيستورس طبعا الريزيستورس كلنا شفناها في البيسيك الكتوريسيتي اللي هي الحاجات التي بنتاخد مثلا في مستوى السنة الاولى في الهندسة سي ZOOM بالتكلم عن انها حاجات اساسية جدا جدا oh one can be fixed or variable ممكن تكون سابتة يعانى تكون قيمه محدده او variable يعنى مثلا مثل من بداية تريمر king ou rheostat او او حاجات زي كدا وممكن تمام بك بكطة tecnologique touxooooo ممكن تعمل بحاجه زي حرة ال весまあ just for powerful فيلم نفسه بيبقى له معينة بيبقى الحقيقة ممتاز في الهي فريقونسي بس الاكروس بتبقى المتدل الواحد في المية بس ما درش ان انا احسن اكتر من كده مشكلتها انها بالدريفت وتمبرتشر وفايبريشن بالدريفت معانا ان قيمتها بتتغير لو الحرارة تغيرت ولو كان في فيبريشن برضو في الدايرة لو انا حطت الدايرة بتاعت دي في مكان بيتحرك او فيه اهدزازات ممكن ان القيم بتاعتها يحصل لها دريفت ودي حاجة خطيرة يعني فطبعا بناخد في اعتبارنا التكنولوجي دي لما تكون الكونديشن دي ما هياش بالنسبة لنا كونسيرن المتال فيلم بقى لو انا جبت الريزيستنس بتبقى متال فيلم معمولة من متال فيلم بتبقى ستيبل اندر تيمبريشن يعني ما فيهاش المشكلة بتاعت الدريفت بتاعت الكاربون فيلم ونقدر نوصل بها الاكورسيز يعني 0.1% في البرسيشن فيلم طبعا احنا نتكلم على التكنولوجيز دي طبعا لو حد فينا بيشتري من عند يعني محل بتاع مكونات ما بيبقاش عارف او الحاجات دي عبارة عن ايه بس لو واحد بيطلب من واحدة من السايت بتاعت المكونات المعروفة على الانترنت زي دي جي كي مسلا ده بيبقى عنده تفاصيل كاملة على كل ريزيستر ويقدر يختار اللي هو عايزه ومفروض ان احنا كديزاينر واحد بيعمل ديزاين عشان بعد كذا في الاخ الاخر يتنفذ بيفكر بس بيفكر بس اي ريزيستر تتحطه خلاص لان طبعا بيبقى فيه فروقات وممكن البرفورمانس والريليابيليتي بتاعت الدائرة بتاعتنا تتحدد بناء على الاختيارات بتاعت انواع المكونات مش بس القيم بتاعته النوع الاخير اللي هو بتكلم عليه اللي هو ويرواند ريزيستر دي بتبقى عبارة عن يعني اكنه سلك كده وطبعا هعرفين كل ما الطول بتاعت السلك يبقى اكتر بتزيب بشكل لينير فبنتكلم ان هي ممكن انها توصل لفيري هاي اكورسيز وممكن انها تستحمل الحقيقه كالقرنت ممكن تستحمل كالقرنت مش مش قليل فدي طبعا ممكن ان احنا نوصل بها لحاجات تبقى مفيدة جدا في بعض الابليكيشنز اللي محتاجة فيرها اكورسي الاشكال بتاعت الكربون فيلم تبقى عاملة كده طبعا والتين شكلون مش باين من بعض زي ما احنا شايفين كده بس احنا نتكلم على ان هنا بنوصل بالباور بتاعتنا ممكن توصل لغاية نص واط مثلا في الباور بتاعت الميتال فيلم ممكن نوصل لغاية اثنين واط طبعا كل واحدة فيه وبيبقى طولر مختلف عن التانية كل ما احنا علينا في الوضع كل ما الطولرانس بقى ايه بقى يعتبر اعلى شوية بنتكلم على كل واحدة فيهم بيبقى لها دايمينشنز مختلفة حسب بقى الباور بتاعتي بتبقى كام طبعا دايمينشنز ايه عبارة عن ثيكنز ريغاتيب لللنث بيساوي كام وطبعا في الاخر نقدر نحصل على المكون اللي احنا شايفين انه هو مناسب بيزا على احنا عايزين الطولرانس بكام وعايزين دايمينشنز نفسها بتاعت المكون بتاعتنا ازاي ممكن في بعض الابليكي يبقى عندنا انترست نحنا يبقى عندنا مجموعة من الريزيسترز كلهم قريبين جدا من بعض او كلهم شبه بعض في الكونشنز وكلهم ماتشت مع بعض علشان نسهل على نفسينا ان دا رفايتنا تبقى اصغر فممكن احنا نعمل حاجة ما نسميها ثيك فيلم ناتوركس بيبقى معمولة بعبارة مجموعة من الريزيسترز كلهم مع بعض كده في باكتج واحدة ممكن تبقى سيل او سينجل انلايين باكتج اللي هي شكلها كده او دي والانلايين باكتج اللي هي ديب اوك طبعا ممكن نلاقي الريزيسترز دي معمولة كلها وصلة كلها بنفس البول كده بالشكل ده كده او ممكن انها تكون وصلة كل واحدة الطرفين بتوعها موجودين الميزة بتاعتهم ان هما يبقى مع بعض في باكتج واحدة كده ان احنا نعمل يعني انصغر حجم بتاع الريزيسترز دي لو احنا حطناها برا كدسكريت كومبورنس ممكن يبقى شكلها اكبر شوية وممكن تبقى راجد بالنسبة لان هي ما تبقاش مثلا زي الريزيسترز العادية كده ممكن يبقى معرضة ان هي يعني لو تهزت مث مثلا او حاجة ممكن بتاعها يبقى فيها عنده مشكلة او مثلا ممكن يبقى هي القرب بتاعهم مثلا نفسه ممكن يبقى احسن بالنسبة لليه للريليابيليتي نفسها ممكن اتكلم عن ان هي ان هي ما هيش سبجكت لكاتستروفيك فالييرز يعني ممكن صعب ان هي تبقى يعني تبوز بشكل كاتستروفيك يعني ان هي في الاخر تفيل ان هي تبقى open circuit مثلا او انها تبقى short circuit دي مش مش لايكلي في الباكتج الزي وطبعا زي ما احنا بيقول طبعا الميزة الاساسية انها كلها مع بعضيها في نفس المكان وكلها معبولها بنفس التكنولوجي فالماتشنج بين الريزيسترز دي وبعضيها بيبقى احسن شوية فهذه بتستعمل مسلا لما يكون عندي دايرة فيها مجموعة من الريزيسترز محتاج انه يكونوا موجودين في نفس المكان وكلهم بيبقوا نفس القيمة فطبعا بتسهل عليك كتير جدا ان انا احطهم كلهم في باكتج واحدة بتبقى اسهل وانا بلحمها واصغر بعد كده بالنسبة للحجم الدايرة في الاخر بعد ما بخلص الديزاين بتاعي ممكن نلاقي الريزيسترز موجودة في عدد من الباكت بر colleagues لتدخل المجر Columbine with axial lead بتلاقي حاجة بالشكل كده كده. حاجة نسيخ 들어� سنتر كده والليدز بتعاتها اكسس بتاعها يعني axial يعني مشى في الاسس بتاعيه center بتاعيه بتاع المكون نفسه بأشكال مختلفة بقى ممكن تبقى cylindrical package with radial leads يعني بقى عanha هي شكلها كده cylindrical زى يدي بالظفت بس الليز كتا اتيتنا في direction radial دي بتاعيه 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 تública الeilندر دي فبقى شكلها بقى لها الليز بتاعتها مشى في الشكل ده كده وتتحم بقى للليدز وممكن تبقى قوة有 ڝاَج وَوِذْ رَيَدِّيَلِيدز يعني ممكن تبقى ابارة عن هى نفسها شكلها ريديل اللى هي زي هنا كده لها رياديل اليدز بالشكل ده كده يعني ابارة عن حاجه شكلها بالمنظر يبقى لها توليدز كده بالشكل ده هما التين طلعين من نفس الاتجاه كده او ممكن يبقى هاية باور باكج اللى هي بتبقى بقى فيها ممكن يبقى لها هيت سينك هيت سينك ده بيبقى طبعا بيبقى ميتاليك من بره اساسا هو يبرد حجم يبرد الحرارة اللي موجودة في المكون نفسه طبعا هدفه في الاخر ان يبقى له surface area بتبقى كبيرة بحيث انها في الاخر لو في عندي cooling air موجود يبرد لي المكون ده طبعا انا عثير resistance بيتولد فيها حرارة based على ال current اللي ماشي فيها بكم i square r طبعا دي بالنسبة للممكن تبقى مهمة لو انا كنت عاوز ان انا استعمل المكون ده في دايرة بيبقى فيها power consumption عالي او متوقع نمشي في ال resistance دي current عالي طبعا لو احنا عاوزين نوصف ال resistor بتاعنا بطريقة كاملة مش كفاية بس نحن نعرف ال resistance بتاعته كام لا ده انا في عندي برامترز كتيرة جدا لازم اعرف لازم اعرف طبعا ال resistance اكيد الطالرانس بتاعتها كام يعني هي واحد في المية ولا point one في المية ولا five percent ولا ايه بالزبط ال power rating بتاعها يعني تصح من power cam ده برضو حاجة مهمة جدا بتكلم مع temperature coefficient بتاعي يعني هي نفسها بتتغير ازاي مع الحرارة يعني بمعنى ان هي يعني لو درجة الحرارة عالية هي resistance بتتغير ازاي مع درجة الحرارة stability or drift يعني هل هي مع الوقت بيحصلها drift هل هي stable كفاية ان انا ممكن احطها عشرات السنين ما احصلهاش حاجة طبعا دي حاجة برضو دي characteristics مهمة لازم نبقى عارفينها النويز اللي بتعملها addition بكام او قيمتها ايه يعني طبعا اي مكومة في الدنيا درجة حرارته above zero kelvin هياد جاوس هياد اللي هو thermal noise فاحنا عايزين اعرف برضو thermal noise اللي بتبقى generated بتبقى حوالي اديه في بعض الحاجات اللي هي المهمة جدا اللي بقى عارفين برضو parasitic effects طبعا اي مكومة في الدنيا بيبقى له parameter كده بيبقى لو كلم عن resistance بشكلها عامل كده عبارة عن resistance الاساسية بتاعتنا وفي معاها يعني حاجة زي يعني كاباستنس كده وفي معاها كمان inductance في ليه in series طبعا دي بتبقى مثلا حاجة زي straight capacitance جاي من الليدز بمسلا نقصات بعض ولا حاجة توا صغيرة قوي بس الحقيقة الموضل ده بيبقى مهم قوي لان بعض الاحيان بتكلم على ان انا يعني لو دايرة بتاعت شغالة في مثلا 5 frequency الcapacitances والinductances دي ساعتها يبقى لها اهمية كبيرة ان احنا بيعارفينها بكام ونقدر بعد كده ان احنا نستميت اذا كان المكون دا ينفع ولا ما ينفعش بعض الحاجات برضو لازم بيعارفين لها maximum voltage لان ال maximum voltage ده ممكن يفرق معايا مثلا لو انا عليت عنه ممكن يحصلي مثلا او ممكن المكون دا يحصلي damage فده مهم جدا انا بيعارفه والidentification بتاعها يعني نقدر نعرفها ازاي يعني هي نفسها يعني طريقة التعريف بتاعتها وقتين بتاعتها بتتعارف ازاي فده واحدة من الحاجات اللي برضو يعني لازم اكون معرفها مع باقية الحاجات التانية علشان اعمل complete specification للريزيستور بتاعي الحاجات المهمة جدا في الريزيستور ان احنا ازاي نقدر نعرف ال value بتاعتها بنعملها من حاجتين اكشوري ياما نقراها من على الريزيستور نفسها باستعمال ال color code ياما بنقراها من على ال value اللي موجودة عندنا في ال schematic diagram بتريبها موجودة كود معين من على اللي هو ال color code ده color code ده اكيد كلنا نسمعنا عنه قبل كده او شفناه بيبقى عندنا اما 4 band color code ياما بيبقى فيها عندي 5 band color code ال 5 band او 4 band color code بيبقى فيها عندي 2 bands بيمثلولي رقم وبيبقى فيه ال band التالتة بيتمثل لي multiplier وال fourth band ده بيتمثل لي tolerance بكامل يعني لو فرضا قلت ان عندي حاجة هنا دي brown ودي red ودي هنا مثلا brown يبقى معنى كده brown هنا 1 red هنا 2 brown هنا 10 يبقى معنى كده 120 اوم لو قلت هنا ان دي red يبقى معنى كده plus minus 2% ال 5 band بيبقى فيه عندي بقى بدلا ما بمثل الرقم بتاعي برقمين بقى فيه تاعت ارقام وفيه multiplier برده وفيه tolerance برده فمعنى كده بتكلم على first band هنا لو هي فرضا brown ودي red مثلا ودي مثلا black ودي مثلا red يبقى بتكلم على 1 2 0 في red هنا 100 يبقى معنى كده 120 في 100 بنكلم على 12k اوكي فطولرانس هنا لو هو red برده يبقى 2% اوكي الكود نفسه اللي موجود في الدواير بقى لو انا بسطلي schematic diagram هلاقي ان الكود بتاع resistance بتاع قيمة ال resistance مكتوبة بشكل معين الكود ده بيمثل بيتمثل اللي اما بكود r يا اما k يا اما اما بعد كموك يبقى فيه اما كمان ويبقى في الاخر فيه كود معين كده للتولرانس اوكي التولرانس ده لو كان f يبقى 1% لو g يبقى 2% لو g يبقى 5% لو k يبقى 10% لو m يبقى 20% ال r دي بيتمثلي multiplier بواحد k multiplier بألف لو فيه m كمان يبقى multiplier بعشرة الستة اللي هي ميجا ال r دي نفسها مكانها بيمثلي الرقم اللي هي decimal point اللي هي العلامة العشرية لو انا حطيت الرقم كله على يمين r يبقى 0.68 لو هو كله على شمال r يبقى 68 لو هي 6r8 يبقى 6.8 يعني r دي اعتبر انها العلامة العشرية بالزلط k نفس الكلام 5k6 يبقى 5.6k لو عندي 82k يبقى دي معناه ان هي 82k فعلا زي ما هي وفي الاخر الرقم الاخراني دوت او الكود الاخراني الحرف الاخراني ده بيمثلي التولرانس داع بيسوي كم دي طبعا حاجة مهمة جدا لان في بعض الاحيان بعض الناس بتبص على الدايرة ما تبقاش فهمة الكود ده معناه ايه لو هي مكتوب r 68m بعض الناس ممكن تتعتقد انها 68 ohm ده مش صح فلازم ناخد في اعتبارنا الكلام ده لان دي حاجة مهمة جدا عشان نقدر نقرى الاسكيماتيك بشكل صحيح ده بيساعدنا ان احنا لو بنعمل الاسكيماتيك دوت يبقى نعمل صح لو احنا بنعمل مثلا مينتنس اللي دا يرا فيها الريزيستنس بالشكل ده كده يبقى برضو اعمل مينتنس بشكل مزبوط واحدة من الحاجات المهمة برضو لازم اخد بالي منها ان في عندي مجموعة من الارقام بس هي اللي موجودة كقيم يعني مقدرش اقول مثلا انا عندي عايز الريزيستنس 1.2 3 4 5 يعني حاجة اي رقم كده يبقى لقيه موجود لا ما بيبقاهوش موجود بيبقى في عندي مجموعة من السيريز يعني مثال مثلا ده هي المست كامل اللي موجودة غالبا في السوق اللي هي كتيرة موجودة فيها مجموعة من الارقام هي دي بس اللي موجودة بقيت الارقام تاني مش موجودة يعني ايه يعني فيها عشرة وفيه اتناشر فيه خمستاشر تمنتاشر اتنين وعشر وهكذا لو انا جبت الرقم ده مضروف في اي حاجة غالبا هلاقي يعني بتكلم مثلا لو عايز 3.3 اوم هلاقي اه 33 في عشرة اصناعس 1 هلاقيه موجود اه لو عايز 33k هلاقي 33k لو عايز 6.8k هلاقي اه 6.8k لو عايز 56 اوم هلاقي 56 اوم لو عايز 0.47k هلاقي 0.47k هلاقي مثلا 120 اوم اي رقم من دول 10 اوم او اي حاجة هلاقيها موجودة اوكي يعني دي حاجة طبعا بتخليني ان انا بقى عارف على القيم اللي انا الاقيها موجودة هي عبارة عن ايه ال E 12 shares دي انا ما بقول هي اكتر مجموعة منتشرة فيه طبعا حاجات تانية ازا ال E 96 بتبقى منكلم على 1% تبقى عندك مجموعة اكبر شوية من القيم بس دي مش دي ممكن تلاقيها مثلا في موجودة في يعني المحلات بتاعت البيع المكونات اللي موجودة مثلا بحيث ان الطلبة يستعملوها يعني فبنتكلم على ال E 12 series دي لو انا بصمم دايرة لازم اخد القيم دي في اعتباري علشان اقدر اصمم الدايرة بتاعتي تبقى بتستعمل قيم تبقى موجودة فعلا ما تبقاش قيم بعيدة عن القيم اللي ممكن نلاقيها موجودة في السوق ال variable resistors بقى او potentiometers او اصحابي سميها pots هي عبارة عن track of the same type of resistance material with which a movable wiper makes contact يعني ايه كلام ده يعني انا في الاخر انا عندي resistance بشكل معين اوكي والشكل ده عبارة عن نفس المتيريال هي هي بالظبط لما انا بحرك في عندي حاجة تبقى in contact معاه لما بحركها بتخليلي اللنث بتاعي اللي انا واخده من المتيريال دي يتغير وبالتالي resistance بتتغير طبعا ممكن نلاقي منها كزا نوع ممكن نلاقي منها كاربون ممكن نلاقي منها ثورمت ممكن نلاقي منها wire wound طبعا wire wound تبقى غالبا اضاق شوية يعني تبقى حاجة بالشكل زي ما احنا شايفين هنا كده بنتكلم على ان احنا ممكن احنا يعني تبقى جاينا بشكل trimmer بالشكل ده كده بحيث نقدر بمنفك مثلا نغيرها او ممكن يبقى شكلها ان هي مثلا زي لها مثلا هندل كده نقدر نحنا نعمل لها control مثلا بادينا او ممكن يبقى فيها حاجة تبقى زي slider كده او ممكن تبقى حاجة زي ما احنا شايفين هنا كده برصو يبقى فيها spindle كده ممكن تبقى insulated من الwiper نفسه اللي هو الحاجة بتعمل contact وفي الاخر انا باخد length معين من ال resistance الموجودة دي ويتحكم بيتحكم فيه مكان بتاع spindle الموجود عندي في النص ده فدي طبعا في الاخر بتعمل لنا function اللي احنا عايزينا بتاع ان يبقى فيه عندنا variable value لل resistance اللي احنا مستعمل احنا ممكن بقى نقسم كمان variable resistors لمجموعة من التقسيمات ممكن احنا نلاقي الحقيقة تقسيمة دي معتمدة عن number of resistors وعلى control arrangement اللي هي مستعملة ممكن بقى فيه عندي single potentiometer يعني يبقى عن هو بس pot by control one resistor ممكن بقى فيه عندنا tandem تاندم يعني في الاخر control هو نفسه بيتحكم في اثنين resistances مش واحدة بس يعني ممكن بقى فيه عندي two resistors ممكن بقى فيه عندنا ما اسمها twin potentiometers يعني بيبقى فيه عندنا اثنين مع بعض موجودين في نفس ال package وبيتغيروا ب two different or two independent concentric spindles يعني فيه اثنين كل واحد من ناحية مثلا وكل واحد فيهم بيتحكم لي ممكن بقى فيه عندنا multi turn potentiometers يعني فيه عندنا potentiometer مثلا ممكن يلف مثلا كذا لفة مثلا مش مش لفة واحدة يعني مش مثلا مش من اول هنا لغاية هنا وخلاص لا ده ممكن يلف كذا لفة عشان يجيب لي range كله وممكن فيه عندنا ده هي اسمها potpack ال potpack ده بيبقى عبارة عن rectangular pots يعني ممكن تبقى single or multi turn وفي الاخر برضو بنتكلم على ان احنا بيبقى شكلها برضو في الاخر يعني شبه trimmer كده بس بكلم عن هي برضو في الاخر بيتحكم فيها برضو بنفس الطريقة ممكن هي تبقى في الاخر حجمها صغير شوية اكتر من ال ايه من الحاجات التانية برضو ال variable resistors ممكن احنا برضو نشوف ان هي برضو ممكن تستعمل بطريقتين يما تستعمل كريوستات او تستعمل كpotentiometer الريوستات الموضل بتاعه شكله كده الpotentiometer شكله عامل كده لو زي ما احنا شايفين طبعا فيه حاجة واضحة جدا فارق بين الاتنين ان احنا عندنا ريوستات عندنا ريجلين اتين بس يعني طول يدس بس الpotentiometer عندنا تلاتة واحد اتنين تلاتة أي resistance نسال او كانت او خط من هنا لغاية هنا مش هتختلف بقى نفس الướدسنس واحدا مفيش اي اختلاف لو خطت بين الليد دي والسلايدر هتلاقي الريزستانس تختلف حسب الصليدر ما كانو فين فطبعا ممكن حسب الدايرة بتاعتي محتاجة ريوستات او سلايدر هتلاقي نفس الدايرة بها كده ممكن يبقى فيها كده الان اقصى عليه كده ده على طول ده يبقى ايه ده عندي تلاته ليدز يبقى على طول انه يكون بتنتيومتر. لما يكون فيه 2 ليدز بس لأ بيتواقع لما يكون عندي 2 ليدز بس يبقى فيه عندي ساعتها بيبقى فيه في الحالات دي بيبقى فيه بقى ساعتها نور بيروستاد. برضو من الحاجات المهمة قوي اللي بنلاقيها ان احنا الريزيسسن نفسها اللي بتبقى موجودة ممكن التغيير دوت لو انا بتحرك بشكل الينير هنا كده ممكن تغيير يوما يبقى لينير يوما يبقى لوجريثميك يبقى حاجة اسمها ساين كوزين كير الفرق بين الكلام ده كله وبعضيه حسب الابليكيشن بتاعي يعني انا مثلا في الفوليوم بتاعي غالبا بستعمل لوجريثميك يعني اما بتحرك لينير الريزيسنس اكشوري ممكن ان تتغير بشكل لوجريثميك لان احنا اكشوري اما بتكلم على الفوليوم بتاع مثلا الاوديو بتاع اي حاجة احنا ودنا اساسا في السامع نفسه اللي هو الهيرنج بتاع البني عدمين بيسمع بشكل لوجاريثميك يعني لو انا عايز اشوف مثلا الصوت ضعيلي بشكل ضعف مثلا مفوض انه يبقى لوجاريثميك للضعف يعني بمعنى ان هي نستجيب للاصوات نفسها او الانتنسيز بتاع الاصوات بشكل لوجاريثميك فلو احنا عايزين نعمل الكلام ده في البوتنشومتر بحيس ان احنا لما بتحرك مثلا خطوة معينة يبقى الخطوة دي مقابلة فعلا للحاجة اللي انا بسمعها يبقى غالبا بقى اعمل الكونستركش لوجاريثميك مش تكون لينير طبعا انا ممكن برضو وانا بختار الريزيسسنس او بختار البوتنشومتر او انا بقى بوص على الاسبيسيكيشنز بتاعته او امودعك انه هو لوجاريثميك مش لينير او لما اكون عايز اوقف الابليكيشن تاني من الابليكيشنز اللي هي مش محتاجة لوجاريثميك كيرف ايبقى ساعتها اقدر برضو ان انا اختار الكاركتريستيك بقى انها تكون لينير بيبقى في عندنا بعض انواع خاصة من الريزيستور زي اللايت دي بمعن بالمعنى مادة بنسميها كالبيم صالفايد فيها فيها فيه فيه sawphide ومحبن انتقف تكومبليت داركنس حقيقة بتظيفة وعلى رىزيستنز وعلى ما بنخليها في النور تبقى نرى والماتير ها بسبب تكون مور نبه فمعنا كده بنكلم على انها لما بنحطها في النور الريزيستنز حتى بتنزل بشكل كبير او ايبا ساعته كلها مع الى الريزيستنز فساعت الى رىزيستنز في عن عضي النات دي بيكلم على الواحد لعشرة ميجا اومس لما اتكلم على light resistance ممكن تنزل لغاية من 75-300 ohms طبعا بتبقى هي لا فانايت تايم طبعا عشان تغير الستيب بتاعتها ودي بنكلم عليه اللي هو recovery time وبنتكلم على ال recovery time دوت في typical LDRs بيبقى من حوالي 200 كيلو اوم per second بنكلم على LDRs ممكن تستعمل في بعض الابليكيشن مثلا انا عايز اعمل فيها detection لي مثلا لو في عندي مثلا اضاءة معينة او في عندي مثلا بتكلم مثلا لبعض الحاجات اللي تستعمل مثلا عشان تخلي النور يطفي مثلا بعد ما الدنيا تنور مثلا في الشوارع مثلا او حاجات زي كده لما اتكلم على النور بتاع الشارع دوت في بعض الدوايا اللي مستعملها لlight dependent resistance عشان في الاخر تقدر نهي تسويتش اوف اللايت لما يكون فيه خلاص النور بقى موجود في السماء فطبعا لقاءات كتيرة ممكن نتخيلها وطبعا من الحاجات اللطيفة برضو اللي احنا ممكن نعمل بقى بعض الدوايا اللي تبقى مفيدة من نسبالنا في الميديكال ديفايسز في برضو الحقيقة بعض الحاجات اللي ممكن تبقى لها علاقة بريزيستورز برضو الزي زي الثرميستورز الثرميستورز الحقيقة هي عبارة عن رزيستورز with high temperature coefficient of resistance بيعمل اي بقى الكلام ده يعني هو اللي بيحصل فيه هو ممكن يبقى فيه يا إما positive temperature coefficient thermistor أو PTC أو negative temperature coefficient اللي هو NTC ده اللي بيحصل بالزبط انه هو حسب الحرارة نفسها الريزيستنس بتاعته بتتغير فبياسي الريزيستنس بتاعته ممكن اعمل سنسنج للحرارة فدي الحقيقة ممكن يبقى سنسور ممتاز جدا بالنسبة لنا ممكن نستعمله في الريزيستنس بتاع الحرارة بتاعته طبعا بيتيجي الثرميستورز دي بتيجي في كزا shape و form منها بقى اشكال زي كده ممكن يبقى فيه اشكال صغيرة بالحجم ده كده وهي عموما طبعا بتبقى inherently non-linear وطبعا بيبقى عندي يعني بيكلم عن الكيرف بتاع resistance with temperature يعني versus temperature فطبعا لازم اكون مثلا قبل ما استعملها علشان لازم اكون عملت لها calibration عشان اقدر اكون عارف resistance بتبقى كام لما يكون درجة الحرارة كام وطبعا ممكن نحنا نعمل لها linearization ببعض الصورت اللي بقى طبعا دي مش في مجالنا دلوقتي بس طبعا هنلاقي ان احنا ممكن ببساطة نعمل لها linearization بان احنا نحطها في فوس دائرة معينة دائرة معينة دي تحاول ان هي تخلي الكيرف بتاع يبقى more or less شكل linear مع درجة الحرارة طبعا دي واحدة من الامثالة برضو لطيفة جدا لاستعمال resistance في نحنا نقي درجة الحرارة نتكلم عليهم اما كده اما كده هي عبارة عن passive components that can be used to store electrical charge وطبعا الوحدات بتاعتها او القيم بتاعتها بتبقى units of farads وبتتكون من عبارة عن two facing conductive plates بنسميهم electrodes و separated by the electric or insulator يعني هي عبارة عن مجرد زي ما احنا مرسمها بالظبط كده عبارة عن two plates كده قصاد بعض و two plates اللي اصاب بعض دول هم دول اللي في الاخر بيحددوا لي قيم كباسة بتساوي كام بالظبط فطبعا القانون الاساسي اللي بيحكم هي عبارة عن Q بتساوي C في V للشارج اللي عليها بتساوي كباستنس في الفولتج اللي بين الاطراف بتاعتها وطبعا منتكلم على ان construction بتاعها حتى لو شكلها ما هياش plates اصاب بعض كده بتبقى عبارة عن plates دي قدام بعض الالكتروide foils كده وبينهم بعض دي ممكن يكون حاجة زي ورق ولا حاجة حتى ونلف الدول كلهم على بعض كده بحيس يبقى surface area كبيرة بحيس نقدر نوصل لقيمة كباستنس كبيرة كل ما طبعا كبرنا surface area كل ما قيمة كباستنس بتاعتنا بتكون زادت وطبعا بيبقى في في الاخر خالص على الفويل دي بيبقى في في الاخر electrodes بحيس ان في الاخر نقدر رايح نوصل ال electricity للكباستنس نفسها ممكن يبقى لها كذا graphical symbol ممكن تبقى الفيكس بيبقى شكلها حاجات بالمنظر ده كده ممكن نلاقى standard فور نقضاع بيبقى شكله عامل كده لو كان variable بيبقى شكله نفس الشكل هو هو بظلط بس فيه هنا حاجة زي سهم كده موجود لو اتكلم على electrolytic لازم بيبقى فيه هنا designation لل positive sign بتاعتنا أو positive polarity بتاعتنا فين طبعا دي مهمة جدا احنا باخدين في اعتبارنا في حاجة اسمها varactor varactor ده نوع من 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 الcapacitans او من الcapacitans يعني بنمثله بالشكله ده كده بيتغير بتغير ال voltage مش بيتغير بتغير مثلا فيه عندنا trimmer مثلا او نوب مثلا نغير بها قيمة الcapacitans لا ده هنا بنغيره باستعمال ال voltage ده الاستعمالات كتير حقيقة نتكلم عليها منها مثلا استعمالاته في ان احنا نعمل تيونيج مثلا نغير تيونيج بتاع circuit مثلا بطريقة ممكن انها تبقى منسبة لنا مفيدة جدا في applications برضو الcapacitans ممكن يبقى لها color code في العادة الحقيقة ممكن ما يبقاش الكلام ده موجود في حاجات كتيرة او ممكن يبقى القيمة مكتوب على الcapacitans نفسه وخاصة لو الcapacitans نفسه يعتبر من الحاجات اللي هي البسيطة اللي هي مش معقدة ممكن يبقى فيه عندنا الوان موجودة كده والالوان دي برضو بتحدد لنا او ممكن تبقى موجودة ارقام يعني مش الوان والارقام دي ممكن ان هي تبقى موجودة يعني تحدد لنا بالضبط القيمة بتاعت الكباستر بتاعتنا كام فيه ممكن يبقى فيه عندنا موجودة موجودة يعني يقول لنا مثلا ده مضروف كام يعني رقمين ده مضروفين في المضروف بتاعنا كام وفيه ممكن يبقى طولرانس بلعنا نفسه موجود برضو يقول لنا طولرانس بلعنا كام ساعات بيبقى موجودة بدا مش موجودة كتير حقيقية برضو يعني مش مشوفتوش انا شخصيا كتير في كاباستر بس يعني متا ممكن يكون موجود وممكن يكون برضو موجودة عندنا يعني بعض الحاجات اللي علاقة بالبولاريط طبعا البولاريط دي حاجة اساسية جدا لازل تكون موجودة يعني دايما بيبقى البولاريط لو هي لها بولاريط بيبقى لها بولاريط واضحة عادة لو انا عندي مثلا تنتلم كاباستر بيبقى الشاك ده بيبقى نلاقي فيه عندنا جزء كده فيه شرطة هنا كده دي بتعرف لنا البولاريط باعتنا فيه فدي طبعا حاجة ناخدها في اعتبارنا كويس قوي لان احنا مهم جدا لما نحط الكاباستر بتاعنا زي ما قلت بيتحط بالشكل المزبوط بحيث ان ما يبقاش يعني ما يبقاش فيه مشكلة في ان هو يعني يحصله دامج وممكن يدامج الدايرة اللي حواليه فطبعا بيبقى عارفين انه ممكن يكون القيمة نفسها مكتوبة مباشرة او ممكن يبقى فيه color code او ممكن يبقى فيه يعني مجرد بس كده للحاجات الاساسية موجودة عليه مثلا زي polarity او زي tolerance يبقى موجودة برضه زي ما احنا شوف في الحقيه برضه ممكن الكابارسوس يبقى موجودة مترقمة على طول مباشرة بالكود بتاع الـ value بتاعتها فلو الكود نفسه كان فراكشن بقى تابع نوع فراكشن او مايكرو فاراد لو كان الكود رقم كبير بيبقى على طول معروف ان هو بيكو فاراد وممكن برضه يبقى فيه عندنا كود كده نفس الطريقة بتاعت الكود بتاع الـ resistance ويبقى عندنا رقمين فعشرة أس الثالث بحيث ان يبقى فيه عندنا مثلا الرقم ده يبقى 20 فعشرة أس ثلاثة يبقى 20 ألف برحده بتاعته عاداتا بيكو فاراد عشان يبقى ايه دقة بتاعته ويبقى عندنا برضه كود للـ tolerance ممكن الكود ده يبقى 1% او 2% حسب الـ F او G او G او كذا يعني الحقيقة لو احنا ما عندناش ايه لـ tolerance زي مثلا هنا مكتوب بس 0.62 يبقى معنا كده بتبقى على طول الـ tolerance 5 بيبقى 20% فده حاجة طبعا بتفرق كتير جدا لان انا مهم جدا بالنسبة لي ان انا بعارف الـ tolerance زي ما اكون عارف بزبط قيمة نفسها فيه انواع مختلفة ممكن نلاقي الـ capacitors فيها ممكن تبقى ceramic يبتبقاش لقى polarity ممكن تبقى electroletic اللي احنا الشكل اللي احنا متعودين عليه ممكن يبقى lead باعتها من انتجاه واحد كده او ممكن تبقى من هنا ومن ناحية التانية هنا كده ممكن نلاقي ان غاليطا في الالكتروليتكة بس بيبقى الـ negative lead هي اللي متعرفة فهنا مثلا معروف الـ negative lead فين؟ بنتكلم ممكن انها تبقى polystyrene بنتكلم على ان هي بتبقى axile بالشكل كده زي شبهة resistance ممكن تبقى عبارة عن metalized film بشكلها عامل كده ممكن يبقى عندنا حاجة اسمها tantalum tantalum دي تبقى عبارة حاجة انها زي البيضاء كده كده يعني حاجة شكلها عامل زي البيضاء كده من ناحيتين من side view من فبنتكلم على ان هي برضو بيبقى لها برضو polarity بيبقى برضو لها indication في اتجاه معين كده وجود الـ polarity بقيتها فيه يعني برضو دي نفس الكلام بيبقى ببعض الاحيان بيبقى عندك اتجاه معين كده بيبقى فيه الـ polarity فيه بنتعرف طبعا انواع المختلفة بيبقى لها قيم مختلفة فلما بتكلم على النوع اللي هو الـ paper capacitors اللي يبقى بباره عن فيلم وفيه في نصف ورق بنتكلم على الـ range من 10 نانو فراد لغاية 10 ميكرو فراد الـ DC voltage اللي يستحمله حوالي 500 فولت التوليرانس ممكن يوصل لغاية 10% لما تكلم عن ميكا capacitors ممكن تكلم عن 5 بيكو فراد لغاية 10 نانو فراد تبقى قيم صغيرة التوليرانس بيبقى 0.5% طبعا بيبقى التوليرانس اعلى بكتير جدا بيبقى احسن بكتير جدا يعني المعنى انها تبقى very accurate السيراميك بنتكلم على فيه منها كذا تكنولوجي يعني ممكن كلها تبقى في الـ range بتاعها مثلا 5 بيكو فراد لغاية 10 نانو في منها من 10 بيكو لـ 10 لـ 1 ميكرو ممكن نوصل كمان من 1 نانو لغاية 47 ميكرو فراد لما تكلم على range بتاع الـ voltage بالنسبة للـ AOP من 60 لغاية 10 كيلو فولت طبعا رقم كبير جدا الـ C بنكلم من 60 لـ 400 فولت طبعا بيبقى فيه فارق بين الـ C يعني هنا الاقامة الكبيرة بتاعه المونوليثيك مثلا نحصل على الغاية 47 ميكرو فراد ميقدرش نوصل بيها لـ voltage عالية زي ما بنوصل فيها في الحاجات التانية التاليرانس بيعداتا من 10 في المئة إلى 20 في المئة فطبعا ما هيش accurate compared مثلا لـ طبعا نحن ممكن الالكتروليت كاباستور برضو تبقى موجود عندنا بكذا تكنولوجي ممكن تبقى الومينوم او تانتلم ممكن هي تبقى موجود عندنا شكلها نفسه بيبقى متعرف الـ Polarity بتاعته ازاي بـ positive sign مثلا او ممكن تبقى مثلا حاجة زي الشكل كده كده تعرفي الـ negative sign negative pole بتاعتي فين زي برضو هنا الجزء ده برضو بيعرفي الـ negative لو كان عندي حاجة بالشكل كده كده بيعندي الرجل بتاعت الكاثود بتبقى اطور شوية من الرجل بتاعت الانود اللي هو الـ positive فممكن نعرف برضو الشكل بتاعها اعمل ازاي طبعا هي كلها في الاخر بتبقى برعا في عندي حاجة بتبقى يعني في النص وبعد كده بعمل عليها بعد كده الـ positive sign لحاجة بتبقى conductive من ناحيتين بحيس في الاخر ان انا اقدر اعمل دانسة عالية جدا في الـ packing بتاعها بحيس في الاخر اقدر احصل على ان الكفاسة تبقى كبيرة وفي الوقت نفسه يبقى يعني الى حد ما تبقى برضو الشكل بتاعها نفسه يبقى ايه يبقى مهواش كبير برضو الموضل بتاعنا بتاع الـ capacitor مهواش بس الcapacitance لا احنا لازم عشان نعرف الcapacitance او capacitor بتاعنا كcomponent لازم نعرفه الcapacitance بتاعته كام الـ tolerance cam بتاعها اللي هي plus minus 10% ولا 20% ولا 0.5% لازم بعارفين الـ working voltage بتاعها كام اللي هو عبارة عن نص الـ break down voltage ده اللي هو بنتكلم على الـ rating بتاعها بيساوي كام وده حاجة مهمة جدا ان احنا بيعارفينه علشان ما نزودش عنه زي ما قلنا ان احنا لو زودنا عنه ممكن يحصل damage للـ component ممكن تتباوز برضو الأجزاء اللي حواليها في الـ circuit temperature coefficient بتاعيتها برضو عشان لو في تغيير بيحصل مع درجة الحرارة برضو لازم بيعارفينه DC leakage برضو مهم من نسبالنا علشان نشوف اذا كان لو سبنا مثلا نشارج على الكاباستور دوت هل بيحصل بعد شوية ان الـ نتجة ان فيه موجود طبعا الموديل بتاعنا اساسا بيبقى حاجة معقدة بشكل ده كده مش بس مجرد كاباستور كده وفيه كمان اللي ايه الحاجة اللي ايه بتعمليها بيبقى عندنا resistance كده بتبقى موجودة فطبعا بالنسبالنا لازم نعرف الـ عشان نعرف برضو كمبليتلي الكاباستور ده في الدائرة بتاعتنا بيتصرف ازاي طبعا زي ما قلت ان الكلام ده بيفرق معنا جامد جدا طبعا كل ما الفريقونسي عالية كل ما الكلام ده فرق معنا اكتر بس مثلا حاجة زي الـ مثلا اللي هي الـ بتبقى الحقيقة مهم جدا عشان تورينا هو نفسه الـ بيبقى عامل ازاي مع الوقت فطبعا بيبقى بالنسبالنا مهم جدا لما يجي نختار كاباستور نبقى عارفين كل الحاجات ده وديبقى على الاقل الحاجات المهمة بالنسبالنا مثلا زي الـ والتولرانس والحاجات ده كل لازم نبقى عارفينها كويس قوي علشان نقدر نحنا نتعامل معها في الدائرة بتاعتنا بشكل سليم في عندنا برضو في الكاباستور طريقة عشان نخلي القيمة بتاعت الكاباستور تبقى متغيرة تغيير الكاباستنس ان احنا عندنا بيقى فيه حاجة مسمى استيتور حاجة اسمها روتور استيتور ده بيقى حاجة ثابتة والرووتور ده حاجة متحركة يعني هدفنا في الاخر منهم هما الاتنين دول نحنا نغير الاريا بتاعت الكاباستنس او يعني الاريا اللي هي الـ الاريا اللي قصد بعض دول علشان بيقى نحدد القيمة الكاباستنس بتاعت يعني مثلا عندنا لو في عندنا البطن تايب اللي بالشكل ده كده اللي هي شكلها دايرة كده بيبقى فيه عند البلد نفسها ها بتبقى شكلها نص دايرة حسب ما انا بخلي النص دايرة دي اصاد النص دايرة دي لهم الانتون قصاد بعض بيتزدت باخد المكسيموم لو انا لففتها بخليتهم الانتين ما هماش فوق بعض خالص بتبقى result او كاباستنس تصل 0 ولو انا خليتها في النص بيقى عندي قيمة في النص في تطلعلي حاجة في الاخر لو انا لففت دي اصاد دي بيطلع لقيمة كاباستن الثالث بتتغير كده لغاية ما تصل البيك وتنزل تاني تبقى صفر في الاخر الخامس بيبقى في عندي برضو شكل تاني ليها ممكن بيبقى في عندي شكل كده ابارة عن بيبقى عندي روتور وفيه ستيتور وده بيبقى الحاجة ده قصاد ده ده بيبقى ديني كاباستن في النص هنا بيبقى في حاجة زي تافلون كده بيبقى حاجة لو ممكانه مثلا وقفة هنا وله بيبقى القصاد ده مشاركة لوانا خليت więks هنا في الآخر خالص يبقى القصاد بالhorse في الارية هنا اللي هي بين الـ البعض واللوتور اللي هما القصاد بيبقى فالكاباستن سن getting�xa سغيرة فطمعا من الاخر هدفي ان ايخت تغيير الالروتور من تغييره وما كاباستن كل آخر من تغيير ال Kirk分 passed ويغير القيمة بالاشейств في الشكل يعني الاتنين دولوقتي للاشماء على ملفات الحث منكلم على الديفنيشن بتاعها انها device that resists change in the current through the device يعني بتحاول دائما انها تتمنتين الكرنت بتاعها من غير ما يتغير الاكويجن بتاعتها هي عبارة عن اي بتسوي minus 1000 di by dt اللي هي اللي دي الاندكتنس بلاتي قيمتها كام و اي دي هي الفولتج اللي يسوي كام di by dt اللي هو derivative بتاع الكرنت with respect to time فاحنا هنا محتاجين الفولتج عالي جدا عشان نغير الكرنت ده بطريقة سريعة و ده طبعا حاجة غالبها متبقاش سهلة يعني فطبعا اشكالها بيبقى شبه قوي resistors بس action طبعا مختلفة كتير فيه اشكال منها الحقيقة مختلفة خالص عن الشكل ده و طبعا الرمز بتاعها في الدايرة بيبقى حاجة بالشكل ده كده ممكن ان احنا يعني نتكلم على concept نفسه بتاع ال operation بتاعها انه هو لما current بيمشي في الدايرة في الكويل نفسه اللي هو ال inductor بيعمل magnetic field و لما بقي احنا بنخلي ال current ده بيقف بيبقى المagnetic field ده بيكولابس طبعا المagnetic field ده بيبقى المagnetic field ده بيبقى الاكتروموتف force which tries to maintain the current يعني ايه يعني احنا الوقتي في عندنا magnetic field لو فيه magnetic field ده بتغير بالقوارين بالقوارين بتاعه بتقول لنا ان احنا بيبقى في عندنا voltage بيتكون نتيجة للتغيير اللي بيحصل فيه المagnetic field ده والتغيير ده بيبقى او بيحاول ان هو يبقى الحاجة اللي بتقلل current فدايما بنحاول ان احنا يعني او ال inductor بيحاول يخلي current اللي ماشي فيه ما يتغيرش او بيعوقل ان هو يتغير بشكل سريع على الاقل ال inductor برضو ممكن يبقى لها color code زي بالضبط ال resistors بسيه مش منتشر قوي الحقيقة يعني نشوفها في حاجات قليلة قوي يعني بيلاقي برضو عندنا ان فيه عندنا وفيه عندنا multiplier band وبيبقى فيه عندنا band رابعة بتعرف لنا طبعا بيبقى فيه عندنا يعني برضو ممكن يبقى فيه الرقمين دول في الرقم multiplier اللي هنا دوت عشان في الاخر نوصل للقيمة بتاعتنا بتساوي كم بيبقى فيه عندنا يعني في التولرانس بتاع ممكن يبقى فيه عندنا بعض الحاجات التانية برضو اللي هي green او يعني حاجات تانية ممكن تبقى موجودة تعرف لنا برضو تولرانس تبقى مختلفة شوية ممكن يبقى فيه عندنا gold بحيث ان ده يبقى برضو بنتكلم على very high accuracy inductors فدي طبعا واحدة من الانواع اللي احنا نقدر نبص عليها من خلال color code ونعرف قيمتها بكام غالبية الاستعمالات بتاع ال inductor هي بتبقى في ال filtering يعني نحاول نعمل filter filter ده ممكن يستعمل في ال signal processing ممكن يستعمل في ال power supplies مثلا عشان يخلي يعمل filtration لل high frequency components الموجودة مثلا في switch mode power supply مثلا فاحوال كتيرة حيئة بيبقى الهدف الاساسي فعلا انا filter components معينة فغالبا بنستعمل مثلا لو احنا عندنا high current بنستعمل عبارة عن حاجة يعني construction عبارة عن large core وملفوف حواليه عبارة عن سلك عادي خالص ملفوف حواليه كده طبعا انا عارفين ان احنا ممكن لو احنا لفين سلك بنوصل في الاخر ان احنا نعمل inductor فده طبعا بيستعمل في الايه في ال power supply filters بالشكل ده لو احنا مش نعمل نستعمل low current غالبا بنعمل air core inductors يعني ما بنحطش هنا core يعني هنا بنستعمل core هنا بيبقى في ال low current conductors بنستعمل air core وبنلفوا برضو على حاجة كده ما بتبقاش يعني ممكن نلفوا حاجة زي مثلا حاجة كارتون مثلا بحيس يتلفى حواليها ما بيبقاش جواها حاجة غير ال air طبعا منتكلم على المكونات الاساسية بتاعت ال inductor هي former او نسميها البوبن البوبن ده اللي هو بوبينة بتاعته ال winding wire بتاعنا اللي هو السلك اللي بنلفه وال core material نفسها لو انا حبينا نحط core جوا اللي البوبن بتاعنا ده جوا الفورمر الفورمر ده هو للشكل اللي احنا بنحط حواليه لو احنا عندنا بكرت خيط البكر نفسها بتبقى مرفوفة على حاجة زي سيلندر فاضية كده مجوافة من الكارتون ده برضو ممكن نستعمله في ال inductor لو احنا حطينا جواه core material ده بيبقى بعد كده بيبقى ايه ما اتكلم على ان انا عندي فرو مجنيتك core او ما عنديش حسب انا حطيت جوا حاجة وما حطيتش فباسيكلي بتكلم على المعتاد ان البوبنز دي بتبقى معمولة من المولد بلاستيك الويندين عادة بيبقى اناملد كبر ويرد يعني بتبقى كبر ويرد كده بيبقى يعني محدود عليه طبقة وارنيش مثلا او حاجة تبقى في الاخر تخليه يبقى معزول بحيس انها لما لفه فبعضه ما يبقاش فيه كونتاكت بين الوايرز مع بعض وcore material نفسها لازم تبقى الاميناتد ستيل او باورد ايرن او ferrite دي عادة بتبقى بنتكلم على انها كلها لازم تبقى فرو ماجنيتك ماتيري ما يفقاش حط اي حاجة لازم تبقى فرو ماجنيتك يعني حاجة فيها حديد والشكل بتاعها بقى ممكن يتغير يعني شكل الكور نفسه ممكن يتغير وممكن ان هو حسب الابليكيشن نفسه ممكن يبقى فيه optimal designs ممكن تبقى افضل من designs دي امثلة للحاجة اللي انا بتكلم عليها هنا كده انا دلوقتي بتكلم على ان ده اهو ده الواير بتاعنا ملفوفة اهو ده الكورة اهو موجود وفي الاخر الحاجة اللي موجودة اللي ايه اللونها يعني نحاسي كده دي عبارة عن الحاجة اللي ايه اللي بتخليه معزول سلك نفسه معزول لو ده يعني لامس ده ما بيقاش بينهم بعضين contact في الاخر السلك اللي طبعا طبعا بيبقى ايه مش معزول عشان اقدر ان انا عمل معا تلق ممكن يبقى فيه عندي الشكلة عامل كده ممكن يبقى فيه عندي شكل طورويدل بالشكل الوا유ط بنشرت كده ممكن يبقى فيها عندي شكلها كده دي شبه البكرة بتاع الخيت بيفيه عندي ممكن دي بقى يعني الحاجة اللي جوه دي بقى عدد فيها من داهية الاندكتور طبعا المشكلة في الاشكال دي كلها الحقيقة ان احنا صعب ان احنا نقيس قيمتها او ان يبقى محدود عليها لابل بقيمتها فلما يكون عندنا مكون بالشكل ده الحقيقة لازم نقيسه علشان نقدر نعرف قيمته صعب جدا ان احنا نعرف قيمته من كود عليه ولا حاجة لانه هو بيبقى معمول في موظم احيان يبقى custom فبقى عادة لازم نحنا نقيسه علشان نعرف قيمته بتساوي كام وزي ما بقول فيه اشكال كتيره مختلفه ممكن نلاقيه فيها الانواع الاندكتورز المعموله بالشكل ده نتنين الوقت الكلام بقى على انواع مختلفه من المكونات اللي نحن نسميه active components ونبتدي بالديود الديود ده عبارة عن active component made of semiconductor material through which the current flows more easily in one direction than the other يعني المعنى لو انا حاولت ماشي current في الاتجاه ده كده في الاتجاه اللي هو من الانود لكاثود بيمشي بمنتها السهوله لو حاولت ماشي current بالعكس هيبقى في موتها الصعوبة بيبقى له characteristics معينة كده بيتبقى يعني في الجزء negative بيبقى يعني almost ممشيش current خالص غالص غالطا بيوصل في الاخر بيحصل له حاجة زي avalanche يعني بيحصل ان هو يكسر بحيس ان هو يقدر يمشي current يبقى يعني زي ما بيعمل في الفورة زي ما بيمشي في يعني بيحصل breakdown في الاخر خالص وبيقدر ان هو current يقدر يعدي في الناحية التانية بيقدر بفولت صغير جدا نقدر نوصل ب current عالية يبقى معنى كده بيبقى سهل ان احنا نمشي في current في direction positive طبا بيبقى محتاج ليبقى فيه voltage موجود علشان اقدر امشي current مقدر فعلش ان امشي current طبعا غير ما يكون في موجود في voltage الديزو الحقيقة موجودة برضه في اشكال مختلفة وطبعا السيمبل بتاعنا المعروف طبعا هو بيبقى فيه انود وكاثود زي ما احنا شايفين كده الاشكال نفسها بقى بتبقى فيه انواع مختلفة وطبعا كل واحد فيهم لازم يبقى فيه designation للكاثود بيبقى فين بالزبط يعني هنا بيبقى فيه مثلا بنتكلم على ان الكاثود نفسه بيبقى موجود هنا بشكل مميز زي ما احنا شايفين هنا كده او بيبقى موجود عندنا مثلا لو احنا خلينا اللي هي لو في عندنا واحد الرجل بتاعته اطول شوية كده بيبقى ده الكاثود بتاعي بيبقى واضح بيبقى في علامة عليه لازم تبقى موجودة يعني بيبقى نفس الكلام برضو رو انا عندي حاجة بالشكل ده كده برضو الشكل ده بيبقى الكاثود بتاعي طبعا اشكال بتاعت الديوز بتختلف من مكان المكان وطبعا ده واحد من الشكل شكل اللي هو typical بتاع الديوز اللي احنا بنتعامل معاها فيه في الدواير بتاعتنا ده 41-48 الستاندرد يعني هلا طبعا الحاجة اللي ما اقول عليها علامة هنا كده دي تبقى الكاثود بتاعي فين فيه نوع خاص جدا من الديوز بنسميه Zener Diode بيبقى عنده Breakdown Avalanche أو Zener Voltage بيبقى متحدد وقدر انها يمشي فيه current زي ما انا عاوز يعني باجي بوشغال اساسا عند الحتة دي يعني شغاله عند الجزء اللي فيه الbreakdown voltage ده بيتابكة هو هنا هيقدر يستحمل current باي شكل من الاشكال يعني ممكن انها ماشي في current باي value وقدر ان هو يستحمله الميزة بتاعته الحقيقيه ان انا بقدر بيه ان انا ادزاين voltage sources لو انا حطيته دايرة بالشكل انها شايفينه هنا ده كده هو فعلياً بيثبت ال voltage عند ال voltage بتاعته ال breakdown دوت يعني ال voltage هنا دوت بيبقى voltage بتاع Zener Diode دوت ومهما سحبت من هنا current بيبضل برضو عند نفس ال voltage ده هو مفيش اي اختلاف بحط هنا voltage sources اعلى شوية هو بينزله لقيمة بتاعته Zener V voltage اللي هنا وبحدد بالزينر فولتج ده الاوفوت بتاع بيساوي كم. فالزينر فولتج دوت اللي هو البریکدون افلانج فولتج. اه بيرينج من واحد فولت لغاية سيفرال هندرد فولت. فممكن انا اتعامل معه بقى او اديزاين بيه فولتج سورس دي بقى ورهبه منها تكون ايديا فولتج سورس في الزينر يعني في النقطة دي بالزبط. اوكي? فبحطه هنا بالعكس بحيس ان انا بقى شايف الفولتج بتاع الزينر موجود عندي هنا. واده اتعامل بعد كده معاه كفولتج سور بالزبط. فالحقيقه لازم نفرق بين الزينر وبين الدايود لان هما الحقيقه عادة برده او البریکدون لو لقيت فيها عندي ديود بالشك ده كده وعليه فولتج يبقى ده اكيد زينر ضيود ما هوش دايود عادي. اوكي? فدي حاجه مهمة جدا عشان نفرق بينها وبين الدايود العادي. واحد من انواع خاصه برضو من الدايود هو بنسميه الفراكتر. الفراكتر ديود. الفراكتر ديود دوت عباره عن سيليكون دايت that works as a variable capacitor in response to a range of reverse voltage values يعني ايه كلام ده يعني حسب ما انا بحط عليه reverse voltage هو نفسه بيبقى له capacitance معينة طبعا احنا لما بيبقى عندنا reverse voltage ما بيبقىش فيه كارنت ماشي ففعلا بيبقى فيه عندي على الجنبين بتوع الضايد دول بيبقى فيه عندي charges وسط بعض والcharges دي ممكن يتفور capacitance والcapacitance دي اكتشوري بتتغير مع تغيير reverse voltage بتاع بكام فاحنا ملكلم هنا على الcapacitance دي ممكن حسب voltage range من 1 ل500 picofrat وممكن نتكلم على operating voltage من 10-100 volt فالحقيقة ممكن نعمل بيه حاجة لطيفة جدا احنا ممكن مثلا في تيونر بتاع التلفزيون مثلا بدلا ما كنا زمان بنتطر نحنا نغيره بادينا لا احنا ممكن دلوقتي نغيره بالremote control هو يتحكم في electrical voltage تتحط على ال varactors دي بحيث ان احنا نخلي ال varactors دوت يأكت as a variable capacitance بحسب الفولتج ده نحطو ده بسوي كان بالضبط فطبعا حاجة تبقى مهمة جدا ان احنا نقدر نستعملها في applications كثيرا نحتاج فيها نحنا نغير الcapacitance بتغيير voltage مش بتغيير surface area بتاعت الcapacitance وصب بعضيه ممكن في عندها نوع تاني برضو بنسميه varistor varistor ده هو عبارة عن device having voltage dependent non linear resistance that drops as applied voltage is increased دي بتبقى الموديل بتاع actually بيبقى two diodes back to back كده بشكل ده فلو انا جمعت ال characteristics فقط الاتنين دول هلاقي ان شكلها عامل كده لو انا بتكلم بقى ان انا ببص على region صغيرة خالص اللي هنا دي كده هلاقي ان انا كل ما غيرت كل ما تغير كل ما تغير فمعنى كده ان انا بشوف resistance مختلفة حسب ال voltage اللي انا حطه سواء في ال forward او في ال reverse كم بكام فبتكلم معنا بال voltage طبعا لو انا حطيتهم back to back كده يبقى معنا كده انا حطيت voltage عليهم من اي اتجاه هيبقى في الاخر بيعرفت لي واحدة من دول ففي الاخر بقدر ان انا اعمل الكلام ده تغير برضو بتغيير ال voltage فدي طبعا واحدة من ال characteristics اللطيفة جدا اللي ممكن استعمل فيها ال diode ان هو يعمل لنا variable resistance وال variable resistance دي تبقى بس مش بتتغير برضو بتغيير potentiometer او بتغيير نب معينة لا بتتغير تغير voltage applied على resistance نفسها طبعا بنتكلم على ال application سعيدة انا ممكن استعمل في حاجة زي ميتر protection circuits بحيث انها في الاخر لو انا مثلا حاطت ال diode بشكل ده كده ممكن لو ال voltage جعي لي الاقي ان ال resistance اللي هنا زادت قلت فمعنا كده بتكلم ان هي هتسحى بال current بدأ ما يخش في الميتر يبوازه لا ده هيمشي في الدائرة اللي برا تعمل لل voltage العالي ده بحيث ان هو يعادي فيها ما يعاديش في الميتر نفسه فهنا لو voltage نقطة 2 دول عالي resistance زي ما انا شايفه كده كل ما ال voltage بيعلى كل ما resistance بيبقى very steep يبقى معنى كده resistance نفسها بتزيد بتقل لجامد يعني معنى current لما اتكلم هنا ده current ده ده الفولتج مش العكس يعني فبلاقي ان هنا ال resistance بتقل لجامد جدا فمعنى كده الطريق اللي هو اللي هنا ده بالنسبة لل voltage العالي بقى ايسا من هو يمشي هنا في الميتر فيعملي protection للميتر ده طبعا اشكال بتاعت تختلف بس برضو ممكن يبقى شكلها بالبساطة اللي احنا شايفينها هنا دي كده طبعا من الانواع برضو اللي احنا شفناها كلنا light emitting diodes اللي دلوقتي بقت منتشرة جدا حقيقة حتى في الاضاءة بقى فيها عندنا دلوقتي لمبات بتاعت lead lighting والحقيقة ميزتها الكبيرة الحقيقة انها very efficient ما بتبقاش بتعمل مثلا thermal losses زي ما incandescent lamps بتعمل وفي نفس الوقت ال efficient conversion بتاعتها من electricity light بتبقى الحقيقة اعلى بكتير او من اي حاجة تاني فباسيكلي هي عبارة عن pn junction that emits light when forward biased لما يمشي فيها current بتعمل لنا emission للايت طبعا ممكن نعملها بconstruction different يعني doping هنا في الماتيريال بحيثنا different colors and different shapes طبعا ممكن يبقى لها اشكال مختلفة طبعا هشوفنا طبعا لزا قبل كده يعني اكيد عارفين ان فيها اشكال مختلفة ممكن نلاقيها يعني ممكن يبقى فيها عندنا حتى الوان ابيض ممكن يبقى فيها الوان ازرق ممكن يبقى فيها الوان اختر كان للق mandates ما كانش فيه ازرق بس بتده يبقى فيه من حوالي يعني كان في فترة كده ما كانش فيه غير الوان ليه احمر واخضر يعني ومكانش فيه الوان تانية كتير موجودة وبعد كده بتده يبقى فيه الوان كتير تبقى موجودة الحقيقي فيه نوعه تاني برضه متضايات وبنسميه الفوتو دايات ده برضه هو نفس الدايت بالضبط العادي بس يعني لما اللايت بيقع عليه بيبقى له مكان معين كده مثلا ومكان نخلص اللايت بيبقى متسلط عليه بيجب أن نتم origination carries practice غير كده ما بيبقاش conductive فطبعا فيه عندنا شكلو بيعامل كده لما يبقى فيه عندي 여기 بيجي عليه يعني يبقى خلي دايه conductive معنى كده ممكن يعمل بياه action فممكن مثلا انا استعمله علشان مثلا في scholarships مثلا بتاع البرتاكشن مثلا لو انا فتحت الكمبيوتر مثلا او فتحت الجهاز مثلا يبقى يتدكت ان فيه لايت جاي من بره يبقى معنى كده يعمل مثلا سيفتي كونديشن معين في الدايرة بحيث ما تشتغلشي والمكانة مفتوحة مثلا او ممكن انا فابليكيشنز كتير حقيقة بقى محتاج فيها ان انا بقى عارف ان فيه مثلا فيه ضوء ولا ما فيهش ضوء او فيه مثلا لو انا عايز اعاد مثلا بيشنز مثلا دخليل مستشفى ممكن نفس الكلام برضو ابقى برضو كل ما بيشنز يعادي كل ما يبقى فيه مثلا اضاءة موجودة على فوتو دايد ولما البيشنز يعادي بقى الاضاءة دي بتبقى مش موجودة فبقى بتاكت ان هو بقى مش كوندكتف فممكن انا اعمل دايرة برضو بتاكت الكلام ده وقدر اعدى البيشنز الداخليين فطبعا بتبقى حاجة مهمة قوي ان انا يبقى فيه عندي برضو مكونات كده بيلاقي كاركتريستيكس يعني تعتبر يونيك بهايس من اقدر احاول استعمالها في مختلفة ممكن تبقى مفيدة بالنسبة لي واحدة من الارايتز موجودة برضو في الديود حاجة بسمها التانل دايد التانل دايد دوت عبارة عن حالة خاصة جدا من البيان جونجشن دايد بس فيها بينلاقي ان فيه جزء بيبقى بعمله ناجتف رزيستنس انتروفل الكاركتريستيكس بتاعتها بشكلها حاجة بالمنظر ده كده لو انا بصيت على الجزء اللي فيه الفيالي دوت لو انا عملت بايسنج للضايب بتاعين هو يبقى موجود في الانتروفل دي هو اكشولي بي اكتف الريجين الصغيرة دي اكننا عنده ناجتف رزيستنس فمعنى كده ان انا لو عملت له بايسنج في القيمة دي هنا كده بقدر ان انا يبقى فيه عندي المكون نفسه بيشتغل في الدايرة اكنه ناجتف رزيستنس ويهي طبعا حاجة فيري انترسنج الحقيقي ان احنا يبقى عندنا عندنا حاجة تمثل لنا حاجة تبقى يعني كانت قبل كده يعني نحنا يبقى فيه عندنا دي حاجة ما هيش فيزيكال رياليزابول لا احنا عملنانا فيزيكال رياليزايشن دلوقتي باستعمال الطانل دايود الترانزيستر دي ابسط انواع هي البيبولار جنكشن ترانزيسترز ليبتبقى شابه قوي الدايود بس بزود عليها الطرف تاريه يعني بده ما كان عندي بابقى أنبِ ن بيان او بابقى عندي پي أنبي في الحالتين الدول بابقى يantageزيكالятиين Bel ??icz гyan وبيس في كل الاحوال دي ولو انا حطيت هنا زيور Va بيبقى ده كله بيبقى ايه مفيش قرن بيمشى من الامتر للقليكتور ونفس الكلام بالضبط بالنسبة الى PNP وانت ان انا حطيت هنا كنترول فولتج بسميه بايس فولتج على البيس بيبتدي يبقى فيه هنا قرن يمشى بقيم مختلفة حسب الفولتج ذا بكام فلاقيت ان انا ممكن لو دخلت من هنا سمول سيجنال عند بايس مناسب ممكن ان السمول سيجنال اللي داخله دي تتكبرني في الجزء بتاع الايه الاي سي اي اللي هو كانت الماشى من الكوليكتور الى الميتر في الايه في الديفايس دي فبالتالي نقدر نكبر بيه سمول سيجنال بيبروفايد ان احنا عاملينه البايس السليم في دائرة بتاعنا فيه اشكال كتيرة للترانزيستور الحقيقى طبعا بتبقى الشكل نفسه بيبقى صعب ان احنا نعرفه كده مباشرة عادة بيبقى فيه عندنا انواع من الترانزيستور بتبقى لها اشكال مختلفة اولا ولها ارانجمنت للتلات اطراف بتوحها بشكل مختلف يعني مثلا من الكلمة على سعاب بيبقى عندنا اندكس موجود عندنا في مكان معين كده وبعد كده بيبقى فيه عندنا كل واحدة من الرجلين بتاعيتها دي بتمسلي اما الكوليكتور اما البيز اما الاميتر بشكل معين عادة ممكن يبقى فيه عندنا يعني ترانزيستور ممكن يبقى حجمها كبير بالشكل ده كده بحيس انها تستحمل كارنت عالي ودي عادة بتستعمل مثلا في الباور امبليفاييرز او ممكن يبقى هي نفسها بيبقى فيه متالك هيت سينك موجود كونكتد بيها برضو عشان تحسن لنا الهيت ديسيباشن وممكن نوصل بيها حاجة زي يعني هيت سينك مثلا ولا حاجة بحيس ان هي اضافي يعني بحيس ان هي تبقى تبقى الهيت ديسيباشن تبقى احسن ممكن يبقى فيه عندنا اي سيز يعني يبقى فيها عدد من الترانزيستور دي بس تعملها لما كنا عايزة استعمل عدد من الحاجات الدرايفرز مثلا بتاعت السيزيباشن بيبقى فيها عندنا حاجات زي كده عشان تبقى تعمل لنا كارنت عالية وكلهم بيبقوا ماتشت يعني كلهم بيبقوا كلهم نفس الكاركتوريستيكس بالزبط اللي طبعا بيبقى فيه كاركتوريستيكس بتبقى معينة موجودة زي مثلا البيتا بتاعت الترانزيستور بتزاوي كامل اللي هي عبارة عن الكارنت امبليفيكيشن من الاي سي والاي بي وطبعا واحدة من الحاجات اللي هي المهمة جدا لازم بعرفينها فأموما الشكل بتاعنا وي الارينج من بتاعت اطراف بتاعت الترانزيستور اللي لازم نعرفها الحقيقة حسب النوع يعني لازم أبص على عددت الشيء بتاع الترانزيستور نفسه عشان نقدر أعرف الاني بين بتمثلي انهي طرف من اطراف الترانزيستور بعض الحيان بنحتاج ان احنا مش بس نكبر كارن بشيء بشكل معين لا بنحتاج ان نكبره اكتر بكتير فبنحتاج ان احنا لما يكون عندنا هاي كارنج مش بس بنحط الترانزيستور واحد لا ده بنحط اتين واربعات كونكتد بالشكل ده كده ده بسميه دارنج تون بير دارنج تون بير عبارة عن تو ترانزيستور وصلين بالكونكشن دي كده وبيدوني اكشوري كاركتوريستيك بتبقى بدلا ما كان عندي هنا بيتا يعني تكبير معين للكرانت بين الاي بيز والاي كولكتور بيبقى عندي بيتا بيتا سكوير لان الكارنت اللي ماشي هنا دوت اللي هو نفسه اللي ماشي هنا اللي هو ده بيبقى بيتا في الاي بي ولما يخش هده بيبقى البيز كارنت هنا فبتدر في بيتا تانية هنا فبتلع لي بيتا سكوير اي بي فمعنى كده بيبقى في عندي كارنت يعني كارنت امليفكيشن بيبقى اعلى بكتير جدا فبنلاقي ساعات في بعض الدواير مستعمل داريك تون بير وعادة بيبقى حطوا في باكيج زي الترانزيستور العادي بالزبط بحيس ان هو يبقى اسهل في الكنيكشن زي ما احنا شايفين هنا وما اريد يواصلين ببعض وعندي هنا الطرف بتاع الكوليكتور موجود طرف بتاع الاميتر موجود وطرف بتاع البيز موجود فهم دول كلهم بيبقوا في نفس الباكيج او في باكيج شبيهة جدا بالباكيج في لات الرانزيستور العادي في نوع تاني بقى بالموست تكنولوجي بقى اللي هي بنكلم على الفيلد افاكت ترانزيستور اللي هي يعني بتكلم عن حاجات بقى بتبقى شكلها شبه ترانزيستور العاديها بس بيبقى شكلها حاجة من المنظر ده كده بيقى في عندي جيت ودرين وصورس ومطريقة استعمالهم الحقيقة برضو نفس الكلام بيقى في عندي ان شانل بيبقى عندي الارو ده ماشي كده او البيت شانل بيبقى عادة بيبقى الارو في العكس الاتجاه في كل الاحوال اللي اتنين دول بيصرفوا بزبط نفس طريق تصرف الترانزيستور اللي هو البيجي تي اللي هو البيبولار جونكشن ترانزيستور لما يكون الفولتج ده عندي هنا بزيره وما بقىش في حاجة خالص ناحية التانية دي بيبقى كاتوف لما بيبقى هنا يعني الفولتج ده ده بيتغير لو حطيت هنا فولتج معين يعني مناسب ممكن يبقى فيه هنا الكارنت فلو يزيد وبيزيد بنسبة متناسبة مع الايه انا حطيت هنا فولتج ده ايه طبعا الميزة بتاعت الكلام ده انا برضو تاني لو حطيت هنا سيجنال صغيرة ممكن اكبرها في الكارنت المشيلي هنا ده في الايه بين الدرين وبين السورس ده طبعا ممكن في الحالتين برضو مع الترانزيستور برضو نفس الشكل ممكن استعمال ده كسويتش يعني ممكن اكشل لو انا حطيت اما زيرو فولت اما هاي فولت يبقى ماشيلي اما كارنت عالي اما كارنت زيرو يبقى معنى كده ممكن اشغلوا كسويتش فطبعا يعني الطريقة بتاعتهم بتاعت تستعمالهم مشابهة جدا طريقة تستعمال البايبولار جوكشن ترانزيستور في الحقيقة برضو الاشكال اللي موجودين فيها الـ different packages بتاعتهم بتبقى شبه بعض ممكن يبقى في metallic case ممكن يبقى في بلاستيك كيس ممكن يبقى في metallic case شكلها مختلف شوية ممكن يبقى فيه اثنين مع بعض يعني في الاخر برضو يعني لو انا مثلا عندي package معينة بيبقى صعب ان انا اعرف من اول خالص اذا كانت field effect transistor او اذا كانت بايبولار جوكشن ترانزيستور فلازم ان انا نلاقي طريقة ان انا من الدايرة اعرف الترانزيستور ده ايه او اقرى بقى اذا كان عليه label غالبا الحاجات بيبقى عليها labels فعلا فاقرى الليبول المكتوب عليه دوت عشان اعرف نوع ايه وبصها ده تشيب بتاعته عشان اعرف الـ pin assignment بتاعته وعرف الكاركتيريستور بتاعته عمل ازاي بالظبط في الحقيقة انواع الترانزيستور الناس حاولت تستاندردايز الانواع بتاع الترانزيستور ب certain code كده يبقى الناس كلها متافقة عليه اللي حاول يعمل كده مثل joint electron device engineering council او الجدك بيستعمل digit و letter و serial number و suffix letter usually n ده بقى عن serial number و serial number runs from 100 لغاية 999 ده arbitrary وبقى فيه optional suffix indicating the gain او hfe يعني ممكن ما فيه عندنا رقم كده بيقول لنا الـ game بتاعنا بيسوي كامل لو انا حطيت الصوفيكس دوت a يبقى معنا كده low gain لو b يبقى medium gain لو c بقى high gain no suffix يبقى ungroup يعني ممكن تبقى اي واحدة من دول ما فيش اي definition ديها فبنلاقي انا عندنا حاجة بالشك كده كده بيبقى مجموعة يعني labels بالشك كده كده بتعرف لنا يعني الى حد ما نقدر نعرف الايه النوع بتاع او نخلي فيه standardization الشكل بتاع الايه بتاع الارقام بتاع الترانزيستور باعتنا طبعا لو احنا عندنا حاجة ما لهاش label كده يبقى ما فيش عندنا اي معلومة خالص عن الـ gain بتاعنا بيسوي كام لو انا عندي حاجة a هنا مثلا يبقى عارف انها low gain فيه عندنا حقيقة برضو موضل تاني للـ numbering اللي هو الـ Japanese industrial standard اللي هو الـ JIS ده بيبقى digit و two letters و serial number ده بيبقى عبارة عن يعني لو sa يبقى pnb high frequency transistor يعني استعمل في high frequency sci NBN hf لو هاي frequency transistor SgP channel FAT او MOSFET بكلما على sb اللي هو الـ PNB اللي هو الـ audio frequency transistor لو sd how to be nBN audio frequency transistor لو skn channel FAT او MOSFET طبعا ده يعني هيا الميزة بتاعته انه هو يديننا مينترات بين ال PNB هي بي جي تي ترانزيستور وبين ال FAT او المصفت ترانزيستور فطعما بتبقى اسهالي انا عرفها عفو طولي من اللايبول فهنا مثلا بكلم على حاجه فيها SA SA دي معناها ان هي PNB لو بتكلم على حاجه مثلا SC SC تبقى NBN وهكذا SB بتبقى عبارها عن بردو PNB AF ترانزيستور ففي الاخر الرقم الموجود هنا ده بقى حسب الموضل نفسه او ده الموضل نمبر بتاعه بيختلف بقى عشان نعرف الاختلافات بين الأرقام مختلفة وبعض لازم ببص على الداتا شيت في عندنا طريق الترقيم تالتة اللي هي الـ European System بتعتمد على two letters, letter, serial number و suffix, first letter نفسه بيبقى عبارة عن material وال second letter بيبقى عبارة عن device application وال suffix اللي هو زي الجدك بالضبط نفس السيستم بتاع الجدك ولما بيكلم مثلا على first letter يعني بيقول لي اذا كان معمول من germanium ولا gallium حسب A أو C أو B أو R حسب كل واحدة فيهم بتعتمد على الماتينة نفسها برعا عن A second letter هو device application ياما audio frequency ياما high frequency ياما power ياما استعماله في power supplies ياما في audio frequency ياما في high frequency حسب بقى النوع بتاعه بنقدر نحن نحدده من خلال الحروف الموجودة الرقم بقى اللي هو بتاع transition نفسه زي ما كنت بقوله قبل كده ده بيتحدد بالمانيفاكشرر وبتحدد حسب الكاركتوريستيكس بتاعته فعشان افهم ايه الفئة بين 108 و 68 مثلا ده لازم ابص على الدات اشتريب بتاعيتهم عشان نشوف الفرق بينهم معبارة عن ايه بالظلط طبعا امثلة للأرقام دي بدأ شكلها زي ما احنا شايفين هنا كده نبقاش فيه رقم في الاول زي ما احنا كن نشوفنا قبل كده ويبقى فيه مثلا عندنا يعني ممكن يبقى فيه عندي نفس الحاجات بتاعت الجادك في الاخر يعني جزل في الاخر ده زي الجادك ممكن يبقى موجود او مش موجود حسب برضو ان انا اذا كنت بعرف الابليكيشن بتاعه ولا مش بعرفه وفي الحاجات اللي في الاول دي مثلا بي سي يبقى معنى كده ده سيليكون و سي معنى كده ان هو اوديو فريكونسي ترانزيستور فطبعا الحاجات دي كلها ممكن اعطوه من الرقم نفسه بتاع الترانزيستور نقدر نعرف الابليكيشن بتاعه ونقدر نتخيل هو ممكن يستعمله دايرتنا بأني اسلوب نوع من عنواع السيمي كونداكتور ديفايس برضو اللي هي الثايريستور اللي هي السيليكون كنترول الاكتفاير او الترياك او الفور ترميل الثايريستور او البايلاترال سويتش يعني دول كلهم الحقيقة هدفهم في الاخر ان احنا نكونترول مثلا 220 باستعمالة 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 باستودية يعني عندك اندي حاجة بالشكل دا كده انود وكاثود و جيش شكلها زي الديود بالضبط وفي عندي جيت فولتج هنا جيت فولتج دا بيبقى بيأة بيأة فليل شكل شكل طبيقهαι بيأة بيأة مثلا فلو انا احطيت هنا باستوب يعني بيخلي انه بقى فيه هنا شورت سيركت بين الطرفين دول وممكن اخلي شورت سيركت دي تماشي كراة عاية لو انا حبيت يعني ممكن تستعمل فعلاً فبستعملها مثلاً عشان تحكم في الـ 220 يعني الـ control مثلاً بتاع اي حاجة بتسخن مثلاً بستعملها عادةً بثيريسترز او بـ SCRs او بترياكس عادةً ما بكلم على الـ SCRs بيقالها بـ Polarity يعني ممكن انها تبقى من اول انود لغاية الكاتود تبقى فيها ON لو بتكلم على الترياك ده بيقى Bi-directional Triodes يعني بمعنى كان لبقى في واحد من ده مع واحد من ده بالعكس بحيث انها في الاخر لما بيكون عندي فولتج ماشي في الاتجاه ده او في الاتجاه ده مبقى شفي فرق ممكن يشتغل في الاتنين فالترياك هو عبارة عن اتنين من الـ SCRs دول باك تو باك الفورتر من البقى ممكن ان هو يكون بايلاترال سويتش ممكن يبقى فيها عندي اتنين سويتش بقى يعني ممكن يبقى فيها عندي اتحكم في حاجتين في نفس الوقت في كل الاحوال احنا اللي همنا اكشوري ترياك هو اهم واحد فيهم وده من الحاجات اللي احنا ان شاء الله نتكلم عليها في تفاصيل في الحاجات اللي احنا هننتكلم فيها في المحاضرات بتاعتنا في جزء بتاع الـ basic electronics من الحاجات المهمة جدا برضو اللي احنا هننتكلم عليها بتفاصيل هي الـ operation amplifier فبنتكلم علي ان لها طبعا انواع مختلفة من المحاضرات ممكن تبقى جايلنا في D D1 in line package او F ليلة الـ flat pack H ليلة ميتان كان اللي بتبقى شبه الترانزيستور ممكن تبقى جايلنا مثلا بحاجة mini dip بتبقى صغيرة شوية زي الدب بس صغيرة شوية ممكن تتكلم علي الـ power package اللي بتبقى برضو ممكن يبقى لها برضو شكل شبه الترانزيستور الى حد ما ففي انواع كتيرة اشكال كتيرة للـ OPM ممكن يبقى موجود فيهم مش شرط يبقى شكله IC المعتادة اللي هي D1 in line package ممكن يبقى لها اشكال مختلفة temperature range بتاعها اللي بتشغل فيه عادة ان دي حاجة مهمة جدا نتكلم عليها بالنسبة لكل IC نتكلم عليهم مهمة جدا ان احنا بقى عارفين اذا كان commercial اللي هو ده الحاجة المعتادة اللي بيشتغل من 0-70 درجة او military بنكلم من ناقص 55 إلى 125 او industrial من ناقص 20 إلى 85 طبعا الـ military دي اقصى حاجة دي بتبقى عالى حاجة وغالبا يعني ممكن لقى بعض المكونات اللي في الـ military range action ما يدارش تشتريها يعني ممكن ان كتا تحاول تبعات تشتريها من بره ممكن تبقى restricted مش اي حد يدار يشتريها الـ industrial بتبقى معمولة عشان مثلا تشتغل في مكان ممكن يسخن او ممكن يتعرض درجات حرارة يبقى فيها extreme زي مثلا الاجهزة اللي بتشتغل في التلج مثلا او الاجهزة اللي بتشتغل في تشتغل مثلا في الاماكن اللي فيها افران او حاجات زي كده او جنب درجات حرارة عالية ممكن هي تبقى برضو متعرضة لدرجات حرارة extreme اكتر شوية من الحاجات اللي نعتبرها commercial commercial دي يعني الحاجات consumer electronics زي التلفزيون زي الحاجات اللي هي زي كده دي تتطور commercial برضو من المكونات اللطيفة جدا الناس بتتعامل معها كتير الـ voltage regulators يعني نكلم بتفاصيل ان شاء الله في الجزء دوت في جزء تاع الـ power supplies عمتا بتبقى لها 3 legs او 3 leads بالشك ده كده بتبقى بتاخد يعني بفيها عندي input و output و ground ده بيبقى حاجة ما هيش rectified او ممكن ما تبقاش يعني ما تبقاش regulated وتطلع في الاخر حاجة regulated regulated يعني بتبقى قريبة جدا من الرقم اللي الموجود عندي ده 78L05 بيطلعنا هنا خمسة فولت بالظبط بتبقى الـ variation صغيرة جدا 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 برغم ان يكون ممكن يكون فيه اختلافات في الـ input بتاعي ممكن يبقى لها شكل تاني كده بالمنظر ده كده يعني فيها هنا لو انا بمشي فيها كرنة عالي بيبقى فيه هنا جزء كده بيبقى heat sink metallic ممكن اوصل به هنا حط هنا وراه heat sink كبير مثلا اوصله هنا بمصمار كده ده طبعا بيستعمل في لما يكون عندي اعيز استعمل الـ component دي في كرنة عالي شوية عموما بالنسبة للـ d-integrate circuit اشكالها وانواعها بتختلف طبعا لو اكلم على الـ dual inline package احنا بيستعملها كتير في التجارب بتاعة المعامل في الكليات بيلاقي ان احنا عادة بنتكلم عن ان احنا بنعد الرجلين بتاعتها من الـ dot اللي موجودة فيها بيبقى عندي عليبا white dot كده او بيبقى سعب بتبقى engraved جوه في الـ IC نفسها دي بتعرف لي pin مرة واحد فين اوكي ببتدي عد منها كده في الـ direction اللي هو الـ direction اللي هو ده كده وبمشي كده بمشي كده يعني حاجة زي counter clockwise بمشي 1 غاد 7 بعد كده 8 19 غاد فوق كده 14 فواحد هنا وصاده 14 مش وصاده 8 اوكي ممكن يبقى فيها عندي notch نفس الكلام يعني بدلا ما يكون عندي هنا في دايرة white dot كده يبقى فيها عندي notch النتش دي برضو بعرف من جنبيها كده على شمالها بيبقى pin مرة واحد وبردو بعدي كده في نفس الاتجاه ده لو هي برضو كبيرة بيبقى نفس الكلام بالضبط ممكن يبقى في الـ 2 موجودين اعادة بيبقى فيه الرقم بتاع الـ IC نفسه موجود لو الرقم ده مش موجود او امرنا ما اعرف الـ ICD ايه صعب جدا بيبقى عادة موجود الـ ICD بيبقى لها طبعا manufacturer suffix كده او prefix يعني بيبقى فيه اسم manufacturer موجود هنا او حاجة code بيبقى خاصة بالـ manufacturer وبقى فيه رقم اساسي هو بيبقى له علاقة مثلا لو انا بكلم على logic family مثلا بكلم على logic IC بيبقى logic family موجودة والنوع sub family بتاعتها ايه يعني مثلا ممكن تبقى LS هنا غير S غير مفيش خالص غير لما حطت هنا مثلا حاجات اللي هي HCT بيبقى فيه اختلافات بين الحاجات دي كلها وبعض بيبقى فيه اختلافات طبعا حسب التكنولوجي بتاعتين اللي مستعملها ايه وفيه في الاخر بقى الـ function نفسها بتبقى عادة متحددة بالاخرانية خالص هي ايه نوع بقى من نوع الـ IC فيه suffix في الاخر ممكن يبقى بيعبر عن الـ package type بتاعتي او الـ temperature range بتاعي اذا كان مثلا زي ما كنا بقول الـ commercial والـ industrial عادة او ده كود اللي يهمنا بقيت الحاجات التانية دي غالبا ما تبقاش موجودة قوي يعني مش نادرة ما بتشوفها فأما حاجة نقدر احنا ناخد الرقم دو بحيس ان احنا نركت على الانترنت ونقدر نجيب الـ data sheet بتاعتي طبعا كان زمان لازم الحاجات التي موجودة عندنا في كتب data sheet كده كتب موجودة في مكتبة وندور عليها بقى في الكتب دي دلوقتي بقت اسهل بكتير الحقيقة مجرد بس لو كتبت الرقم بتاع الـ IC على الانترنت تقدر تجيب على طول data sheet بتاعتها في منطقة البساطة يعني لو احنا اخدنا الرقم اللي موجود هنا دوت اللي احنا شايفين عندنا في الـ IC دي وكتبناه على جوجل مثلا وعملنا سيرش او كتبنا بس انجابيها data sheet هيطلع لنا على طول سايت نقدر ننزل منه data sheet بتاع الـ IC دي في الحقيقة المحاضرة دي كانت هدفها ان احنا بس نمشي على المكونات كده نفتكرة مع بعضه ننتعرف بس ايه الـ الموجودة عشان ما نبقاش واخدين الديريا بس مجرد الحاجات الـ اللي احنا شفناه في الـ فعلشان ناخد الكلام ده بقى بشكل عملي اكتر شوية بنصح الناس انها تخش على واحدة من المواقع بتاعت الـ component distributors زي www.dgkey.com ونبتدي بقى نشوف انواع المكونات اللي احنا كلمنا عليها في المحاضرة دي ونحاول نلقلها sample components يعني نحاول ننزل data sheet بتاعت مثلا potentiometer ريوستات بمواصفات معينة بقيمة 1k ونشوف هيبقى شكل عامل ازاي ونبص على different types اللي احنا كلمنا عليها لشان نشوف الفرؤات بتاعتهم عاملها ازاي في data sheet بتبقى موجودة طبعا الفرؤات دي بمتاع الوضوح وممكن احنا نقارن المواصفات بتاعتهم ون compare the cost بتاعت different types لو احنا مثلا نكلم على انواع من مثلا عندنا capacitors معمولة من tantalum او معمولة مثلا من aluminium ايه الفرق بين الاثنين لو هي electroletic وخلاص او هي tantalum ايه الفرق من الاثنين بتاع يعني هل في فرق في المواصفات وفي فرق بين الاسعار بتاعتهم كمان هل لو انا جبت paper capacitor هيبقى زيه زي السيراميك او في اختلافات بينهم من بعضهم في الساعة حاجات دي كلها لازم عشان يبقى عندنا practical experience لازم يبقى عندنا يعني ناخد وقت كده ونقدر نبص على مكونات موجودة في الدنيا فعلا ونقارن بينها عشان يبقى عندنا المعلومة دي فطبعا دي تعتبر اساس عشان بعد كده في كل بقى المحاضرات اللي جاية هيبقى الكلام اللي الكريم عليه النهاردة ده عبارة عن background هليبني عليها بعد كده بقيت topics التاني